اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من مصر جديدة حلقة الخميس تدي حلقتنا زي ما احنا متعودين ببعض الاخبار المهمة والرئيسية في ده سواء حصلت في مصر او خارجها ونكمل بقية فقراتنا وعندنا نضع بعض الفقرات يعني نتمنى انها تلقى اعجابكم واهتمامكم طبعا الخبر الاول انه مستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم القاسة الجمهورية صرح بانه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع النهاردة مع الدكتور مصطفى مدبولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وانه هذا الاجتماع جه في اطار المتابعة المستمرة من السيد الرئيس لملف تأمين احتياجات المواطنين والانشطة الاخصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت وتجنب تكرار حدوث انقطاع الكهرباء مستقبلا ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد طبعا حضراتكم عارفين ده نوع من الاجتماعات مهم لكم انتموه شرطا موضوع الكهرباء طبعا كان يعني فيه درجة من الاسقال على المواطنين يجب الاقرار بهذا ويجتماع الرئيس مع وزيري ورئيس الوزراء والسادة وزيري الكهرباء والبترول قطعا بيعكس اهتمام ووضوح في رؤية هذه المشكلة اللي هي يعني تم تنظيمها بجدول تخفيف الاحمال اللي اصبح الان مطبق بشكل واضح ومنتظم في مصر وانه اهتمام رئيس الجمهورية بده بيجعله بنفسه يلتقي في هذا الاجتماع لحدكم شايفين قدامكم الصور بتاعته وانه هذا الاجتماع انه يعني الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع زي ما قلنا تأمين احتياجات المواطنين والانشطة الاقتصادية من التعاري الكهرباء بشكل مستدام وثابت وتجنب تقرار مدوث انقطاع الكهرباء مستقبلا ووضع سيناريوهات متعددة للتعاون مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد اخزا في الاعتبار ما تم انجازه خلال السنوات الماضية في قطاع الكهرباء من مشروعات قصة اسمارات ضخمة ضعفة اجمالي القدرات الانتاجية للكهرباء في مصر من حوالي 30 جيجاوات الى ما يقارب 60 جيجاوات لما اتاح توفير اقتصاد الكهرباء بسبات واستبارية على مدار الاعوام الماضية في جميع انحاء الجمهورية سواء لتلبية احتياجات حضراتكم كمواطنين في البيوت او المشروعات التنموية وانه خلال هذا الاجتماع الرئيس حسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية تابع جميع الاجراءات اللي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الازمة او لمنع تكرارها مستقبلا وتم توضيح انه منذ اللحظة الاولى حسب معرض لسيات الرئيس جرى تنسيق كامل بين وزارتاء الكهرباء او البترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكنها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق بما استلزم كميات اكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الانتاجية للمحطات اللي احنا قلنا هي وصلت ليه 60 جيجا في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي ده الجزء الثاني على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف على نحو فاقم المشكلة وادى الى حتمية ده التفسير اللي قدم فيه للسيد الرئيس في الاجتماع انه الحرارة موجودة في العالم كله قدت لارتفاع استهلاك الوقود الطلب على الوقود زاد في العالم وكله في المنطقة وخارجها ودول كلها تعرضت لنفس مشكلة ارتفاع الحرارة وبالتالي ده ادى الى ضرورة يعني تعامل مع المشكلة التي فاقمت وإلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الاحمال وترشيد الاستهلاك مع مواصلة ده الشق التاني الحصول على الوقود الاضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك اخزا في الاعتبار طبعا دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكريفة شراء الوقود اللازم من تشغيل محطات الكهرباء من خارج العملة الاجنبية واسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي طبعا النقطة دي يعني تبقى واضحة لنا انه حتى بالرغم من زيادة اسعار الكهرباء في مصر بسرورة تدريجية خلال الاعوام والشهور الماضية الا انه لازال هناك فارق كبير بين ما تتكلفه الكيلو وات من الكهرباء من الدولة ما تتكلفه من اسعار الوقود ومن اقامة المحطات ومن شبكات التوزيع وشبكات التغذية وبين الكيلو واط المقدم للمواطن لازال هناك دعم موجود من الدولة موجود في الموازنة العامة للدولة للفرق بين السعرين وده قائم حتى الان المتحدث الرسمي اضاف ان السيد الرئيس الجمهورية اكد خلال اجتماع حرص الدولة على التصدي لأي مشكلات او ازمات تواجه المواطنين وحلها على مستويين برؤية الرئيس رؤية الدولة اللي الرئيس يعني وجه بها السادة المسؤولين اللي كانوا معنا حد المستوى الاول بالتعامل مع الظروف الطريقة والعاجلة مستوى التانية تضمن الحلول الجزرية والهيكلية التي تضمن منع تقرار المشكلات مجددا وجه السيد الرئيس الحكومة في هذا الصدد بمواصلة العمل المكسف لاحتواء الاوضاع الحالية اللي احنا فيها عشان فيها دلوقتي وتخفيف الاعباء على المواطنين في اسرع وقت ممكن مع تعزيز جهود جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة بما يوفر المهند المطلوبة للتعامل مع كل الاحتمالات في ظل التقالبات المستمرة عالميا في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية كذلك وجه الرئيس في النهاية بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر امدادات الطاقة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص واعلق الصبرات العالمية في هذا المجال اذا ده اجتماع مهم رئيس يعني هو الآن الذي يتحدث مع الحكومة ومع المسؤولين عن موضوع الكهرباء مع السيد رئيس الوزارة الوزراء والسادة وزيري الكهرباء والبترول الاجتماع التاني عمله السيدة الرئيس النهاردة ايضا بحضور الاستاذ الدكتور مصادر مدبول رئيس مجلس الوزراء استاذ الدكتور نحمد شاكر وزيري الكهرباء الطاقة المتجددة اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية التخطيط العمراني العقيد دكتور بهائل غنام وديل التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تحدث الرسمي المستشار احمد فهمي صرح بانه الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع القومي الانتاج الزراعي اللي هو اسمه بقوسي مستقبل مصر حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على الموقف التنفيذي وتطورات المرحلة الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب خاصة ما تم انجازه من مساحات منزرعة وموقف امدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الاساسية اللازمة للمشروع طبعا حضراتكم عارفين بانه يعني هذا المشروع مشروع مستقبل مصر اللي موجود في غرب شمال البلاد مشروع ضخم يتضمن عدة مراحل اجمالي هذا المشروع حوالي مليون وخمسمائة الف فدان والسيد الرئيس حسب المتحدث الرسمي وجه خلال هذا الاجتماع بموسط العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاملاق في مجالي الزراعة والغزاء الذي يأتي في اطار بقى استراتيجية متكملة للدولة لزيادة الاراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية الجمهورية بما يزيد على ثلاثة مليون فدان جديد بما يعادل اكتر من تلت من تلت او ثلث المساحة الحالية للاراضي الزراعية في مصر يعني شروع مستقبل مصر مع مشروعات اخرى موجودة في غرب البلاد وفي جنوبها في تشكة وفي غيره بيهدف الى زيادة ثلاثة مليون فدان في الرقعة الزراعية المصر اللي هي يعني تمثل ثلث هذه المساحة الزراعية القائمة الان الامر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية حسب كلام الرئيس لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية وتحقيق طفرة ايجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغزائية للبلاد على النحو الذي يبني القدرات الزيادة للدولة ويحقق مصالح الاجيال الحالية والقادمة من الشعب المصر المشروعات دي هي اثرها بيبان يعني بعضها مشروعات البنية التحتية دي مش بنية التحتية بس دي مشروعات في انتاج زراعي وانتاج زراعي مصنع وانتاج غزائي هذه المشروعات ظهر جزء من اثرها خلال الاعوام السابقة بزراعات محددة خاصة زراعة الامح بقيت اثرها مع استكمال استصلاح 3 مليون فدان هتأتي لي مش عايز اقول اجيال قادمة لكن في سنوات قليلة هيبدأ اثرها يتحقق والتوسيع الرقعة الزراعية ليس فقط توزيع لاراضي تزرع وتنتج غزاء او صناعات زراعية تنتج منتجات صناعية او زراعية مصنعة لكن كمان وده مهمة اوي هي كمان تجمعات بشرية جديدة يعني هيبقى عندنا تجمعات بشرية موجودة خارج الوادي في هذه المناطق سواء في جنوب البلاد او في غرب البلاد او شمال غرب البلاد او شرق جزء اجزاء من شرق البلاد او سينة كل دي مناطق هيبقى فيها كسافات سكانية هتزيد تدريجيا وده مش بس هيغير في المستقبل شكل الخريطة الزراعية والغزائية المصنعة هيغير كمان شكل الخريطة السكانية حضراتكم يمكن في فترات سابقة كان من خمسين سنة ومن اربعين سنة كان في مناطق غير موجودة في الخريطة السكانية اللي هي اصبحت المدن الجديدة والمدن الجديدة دي بدأتنا اكثر من خمسة وتلاثين اربعين عام وتتطور الان المدن الزكية في كل مكان وبالتالي حضراتكم يعني اللي افتكر احنا هنا في مدينة الانتاج الاعلامي في ستة اكتوبر من خمسة وتلاثين اربعين سنة كان فيش حاجة اسمها ستة اكتوبر اصلا نارض عندنا ستة اكتوبر وجواها مناطق الشيخ زايد ومناطق اخرى كثيرة وابتدت العمران امتد منها لغاية اتحدى الاهرام يعني بتتعدى عندنا الان العاصمة الادارية الجديدة عندنا المدن الجديدة المنصورة الجديدة انا الجديدة اصيوط الجديدة كل دي كثفات سكانية تدريجيا حتتمليه لما يبقى متاخم ليها وحواليها وجواها مناطق زراعية حميتيح بالاضافة طبعا للخدمات الصناعية والتعليمية والصحية اللي الدولة بتعملها في هذه المناطق ده مشروع طموح جدا لتغيير الخريطة الاستراتيجية السكانية والمجتمعية والاجتماعية المواصفة دي المشروعات من النوع ده ما بتخلصش في فترة قصيرة بتاخد وقت والوقت ده هو وقت الانشاء طبعا دي نفقات عالية جدا ثم وقت التعمير التعمير بمعنى اعمرها بشريا انه تنتقل اليها كثفات بشرية وصناعات وزراعات وخدمات ده حياخد وقت لكن محاضراتكم عايزكم بس تفكروا معنا مدامنا ذكرنا مثال 6 اكتوبر يوم ما تعملت او بدأ العمل فيها كان الكلام حواليها ايه ما بين اللي كانوا يعني عايشين في الفترة دي وانها بعيدة وما حدش حيروح نهاردة حضراتكم ها شايفين الوضع بعينيكم هنا وفي العاشر ورمضان وفي السادات وفي يعني وفي العبور وفي الشروق وفي كل هزي المناطق الجديدة وطبعا شفتوا في هلال سنوات قليلة المناطق دي عمرت ازاي واصبحت عليها طلب عالي جدا وبالتالي دي مشروعات كبيرة استراتيجية يمكن اه اجزاء منها يعني يعني معرفش اقول نسبتها قدي لكن هستفيد منها الاجيال الحالي والاجياء والاجياء الاخرى هستفيد منها اجيال اخرى قريبا جدا هتكون قادم الخبر الثالث اه هو متعلق بايضا الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي اجتمع النهاردة بمقارة الحكومة بالعالمية الجديدة مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية خلال هذا الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان استعرض موقف الاجهزة والمستلزمات الطبية الموردة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها مشيرا ان تم تسليم اتنين واربعين الف وانتين واحد وعشرين جهاز للمنشآت الطبية وهناك اربعة وعشرين الف وتسعمية خمس وعشرين جهاز من مقرر تسليمها لمنشآت الطبية تحت الانشاء يعني احنا بنتكلم في اجمالي اكتر من سبعة وستين الف جهاز طبي تسلم منهم فوق الاربعين وعشرين الف باقي منهم قرابة خمس وعشرين الف جهاز اخر تم تسليمها او جالي تسليمها الان سيد وزير الصحة شرح عدد من الاجراءات التنفيذية المتخذة فيما يتعلق بتحسين ادارة مخزن الادوية ده موضوع تاني ومخازن الادوية عفوا والتي تمثلت في اتمام حوكمة الاجراءات بالمخازن سحب واستبدال الادوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء اعادة تعقيم المستزمات الطبية اعادة تدوير واستبدال الرواكد بالمخازن سيد الوزير اضاف اجتماع ورئيس الوزراء تضمنت هذه الاجراءات تحديث كمان وحوكمة نظام الكتكين تدريب ونائل مخازن على اساسيات مكافحة الفساد الى جانب التنسيق من اجل تخصيص قطعة ارض بالمنطقة اللوجستية بمدينة 6 اكتوبر في هذا السياق نفسه اللواء طبيب بها الدين زيدان زي ما قلنا كان حاضر الاجتماع بصفته رئيس هيد الشراء الموحد انداد والتمنى الطبي استعرض قطة تنفيذ مشروع المخازن استراتيجية للمنتجات والاجهزة الطبية واللي بيشمل تنفيذ 6 مخازن استراتيجية للأدوية توزيعها لتقصيد كامل خارجة الجمهورية عشان يبقى فيه تأمين رصيد كافي من احتياجات مصر من الأدوية لمدة 4 شهور من الأدوية الاستراتيجية طبعا وفق احدث التقنيات في مجال التخزين تنفيذ لتوجهات طبعا السيد الرئيس ده امر مهم لانه تخزين الأدوية بطريقة زي ما اشار السيد وزير الصحة والسيد الرئيس هيد الشراء الموحد وفق معايير يعني دولية وفق معايير علمية والأدوية الاستراتيجية تحديدا ده بيدي امان للمستهلك الأدوية في مصر المواطن اللي هو حضراتكم ان احنا عندنا 4 عشرة على الاقل من هذا المهزون وانه متوفر ويمكن شراءه حتى لو زاد سئره هنا او هناك لكن يمكن شراءه انه موجود وغير يعني نادر او غير موجود في السوق السيد الرئيس هاي الشراء الموحد دفت انه مشروع يستهدف الى جانب توفير توافر الاصناف اللازمة من الأدوية الاستراتيجية ايجاد منظومة للتتبع الدوائل هنا بقى ان يجيل الاسعار لضبط السوق ومنع التلاعب او تداول اصناف غير متابقة لمواصفات اه ده اه يعني امر مهم انه اه تأمين توفر الاصناف اللازمة من الأدوية الاستراتيجية اللي هي أدوية تحت كل الامراض الرئيسية والمزمنة منظومة لتتبع الدوائل يعني يشوف الدواء طولها من المخزن اه راح فين اتباع بكام كل دي منظومة بيجري الان يعني اه 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 ضبطها لمنع التلاعب او تداول اصناف غير متابقة للمواصفات اضاف سيد دين زيدان كمان ان المشروع ده بينفذ على مرحلتين اول مرحلة مدتها سنتين فيها سنة ونص الانشاءات وست شهور للتشغيل ومن المخطط ان تشهد انشاء وتجهيز مخزن القاهرة بالكامل ومن الانشاء المدني والمعمالي لخمس مخازن التانية ومن ست مخازن على مستوى مصر مرحلة تانية مدة عام واحد تشمل انتهاء من تجهيز المخازن خمسة تانيين يعني اول سنة ونص القاهرة وست شهور لتشغيل وثم الخمس مخازن التانية خلالها عام واحد وتجهيزة بالمعدات والاجهزة وانه الطاقة الاستعابية للمخازن دي كلها تبلغ مية وتسعين الف بلتة بلتة يعني حاجة متيمين اللي فيها بقى مئات الادوية مئات العلب من الادوية والسيد الرئيس هاية الشراء المؤحد اوضح انه توزيع المخازن دي يضمن تغطية كل الجمهورية على اساس انه يبقى مفيش منطقة محرومة من وجود ادوية استراتيجية وان الهيئة هتعمل زيادة عدد الاصناف اللي بيتم تخزينها داخل كل مخزن ورفع طبعا قدرة التخزين في كل منها وزيادة عدد القطاعات اللي بيتم تتبوها خلاصة انه هذا الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مددولي مع السيد وزير الصحة وليس هاية الشراء الموحد والانداد والتامين الطبي هدفه في الاخر هو حضراتكم برضو اللي هو انه من ناحية الاجهزة الطبية اللي تم توزيع اكثر من 24 الف جهاز طبي اللي فيه على مشراءات الطبية قائمة 25 الف جهاز طبي بيتم توزيعهم او جاري توزيعهم على مشراءات الطبية قيد الانشاء ثم منظومة مخازن الادوية الاستراتيجية الست مخازن اعتمد من مستوى الجمهورية ومنظومة تتبعها سواء من حيث الاسعار عشان يبقى فيه ضبط الاسعار حسبما الادوية مساعرة حضركم عارفين طبعا في مصر ادوية الاستراتيجية اللي بيحتاجها الناس وتوفيرها على الاقل لاربع شهور فيه يعني كل بتجدد التوافر لاربع شهور على الاقل عشان محدش يعني لا يجي الدواء هو محتاجه بالفعل وفي نفس الوقت انه هزا المنظومة هتتوزع على مستوى الجمهورية كلها عشان تغطي احتياجات المواطنين في كل مكان من جمهورية مصر العربية طيب السيد الرئيس الوزراء كمان انهار ده برضو عمل اجتماع تاني عشان مخصص لتطوير منطقة جنوب القهارة التاريخية اجتماع ده حضروا الدكتور عيمان عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واعضاء الفريق المختص بعداد رؤية تطوير المنطقة يعني عدد من السادة المختصين سواء بكلية هندسة جامعة القاهرة او مساعدين لمستشارين السيد الرئيس الوزراء او اسادة بكلية العمار عدد من السادات والسادة المحترمين جدا اللي هم مختصين مختلف الجماعات المصرية بتطوير المعماري والانشائي لمنطقة القاهرة منطقة الجنوب القاهرة التاريخية السيد الرئيس الوزراء اكد انه هذا الاجتماع يأتي استكمالا الاجتماع السابق شاهد عرض رؤية الخبراء اللي هم حضروا الاجتماع حول مقترح تطوير القاهرة الاسلامية وانه هذا المقطة التفصيل يهدف الى المنظور المقترح للتطوير وانه هذه المنطقة تحت المهمية بالغة حسب الدكتور مصفى مدبولي ضمن خطة الدولة تطوير المناطق التاريخية والاثرية وبالتالي هناك حرصة شديدة عند ثم عملية التطوير وفق منظور متكامل نراعي كل الابعاد التاريخية التراثية السكانية والسياحية دكتور ايمان عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرض ابرز محددات المخطط التفصيلي المقترح لتطوير طبعا منطقة جنوب القاهرة التاريخية واللي بيسعى للاستفادة القصوى من مقاومات التفرد التراثي والتاريخي اللي المنطقة دي بتتميز به سيد الوزير عرض السياسات المقترحة لتطوير المنطقة والحفاظ عليها تضمن وضع مخطط تطوير لدعم حركة السياحة شبكة ايجاد شبكة محاور خضراء تعمل على احياء المناطق التراثية وربط المزارات والمزارات السياحية والمقابل التاريخية بالاضافة للارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المتدخلة معها وتحسين اتصالها بمحاول الحركة الخارجية مثل الاوتسترات سيد الوزير كمان عرض انه هذه السياسات تضمن التعامل مع مشكلة المياه الارضية يعني التعامل معها بالطرق الهندسية المعروفة وكمان ممكن استغلالها كمانات الخضراء مدام فيها يعني مياه ارضية وانشطة تتكامل مع حدائق الفسطات مع الاستفادة من محاول الحركة الحديثة المقامة حالية خلاصة انه ده ايضا قعد من الاهتمامات لدى الحكومة وهو اهتمام الحقيقة تطويل منطقة جنوب القارئة التركية ده مش اهتمام سياحي فقط ده اهتمام بيصب عند المواطن برضو في الاخر لانه حتى لو اخدنا السياحة وحدها كاحد الجوانب مثل هذه المشروعات تدفق سياحة ثقافية على هذه المناطق بيفتح انشطة اقتصادية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للمواطنين سواء المقيمين فيها وابنائها او المناطق المتخمة لها وده يعني بيفتح اكل عيش بيفتح باب رزق للناس اللي هتشتغل في ده هيك عن انه كمان بينشط كل مقاومات حركة السياحة من فنادق لأوتوبيسات لمترجمين لمرشدين لغيره كل ده في النهاية انتعرفين المدخلات اللي بتدخل فيه النشاط السياحي هي بالعشرات يعني من الفئات اللي بيستفيدوا منه وبيانشطوا فيه من اللي بيصنع الحرف ويصنعوا يعني عشرات من الناس بيستفيدوا فده البعد الاول كمان البعد التاني ان المواطنين سكان هذه المناطق ويدحقهم يعني بيتم تطوير مساكنهم وطرق الطرق اللي بيمروا فيها والمحيطة اللي داخل من هذه المناطق بما يوفر ليهم نمط افضل من الحياة بالتأكيد هما النهاردة بيشوف نمط لكن تطوير المناطق دي حيخلي يعني الاوضاع افضل بالنسبة له وممكن شايفين احنا منطقة المتحف الحضارة منطقة المدابع ويعني شايفين مناطق كتير وعين الصيرة شايفين بعنينا مناطق كتير تم تطرقه وقدي العكس على يعني شقائنا واخوتنا سكان هذه المناطق ده اكيد عنصر مهم جدا كمان في يعني هذا التطوير كمان يعني الاهتمام بالسياحة لم يقتصر على وتطوير منطقة القرارات الأخية على السيد رئيس الوزر لكن السيد احمد ايسى وزير السياحة والاثار عقد اجتماعه بعقده اسبوعيا بشكل منتظم عبر النهارة مرة دي عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة اخر مستجدات الاعمال بالمتحف المصري الكبير وده يعني عشان يشوف ايه اللي تبقى من اعمال ده السيد زي ما قلنا احمد ايسى وزير السياحة والاثار هذا الاجتماع اه اتعمل بحضور اه على زي ما قلنا الفيديو كونفرنس بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس ادارة شركة اه كونوز والاستاذ احمد يبيد مساعد الوزير لشؤون الدوان والاكيد دام الوزارة ومساعد الوزير لشؤون الاثرية بالمتحف ومساعد الوزير لشؤون فنية ومكتب الوزير وشؤون الترميم بالمتحف وعدد من المسؤولين عن مشروع المتحف المصري الكبير خلال هذا الاجتماع اللي دهر زي ما قلنا بالفيديو كونفرنس اه تم استعراض اخر تطورات الاعمال بالمتحف المصري الكبير من حيث موقف التنفيذ العمال الانشائية ما تم تنفيذه من اعمال داخل قاعات العرض الرئيسية اه من تثبيت القطع الاسرية الثقيلة ومتوسطة صريحة الحجم على قواعد تثبيتها اه ومن تم الانتهاء ده الخبر تم الانتهاء من وضع تثبيت 70% من الاثار الثقيلة داخل قاعات المعرض الرئيسية بالمتحف كمان تم استعراض خطة المتحف اه لتحقيق برنامج المضغوط لانتهاء من وضع جميع القطع الاسرية داخل الفاترين اللي موجودة جواه بتنفيذ اسبوع يصل الى وضع وتثبيت ما يقل من 160 قطعه اسرية يوميا داخل الفاترين واللي هي 159 يعني 160 فاترينة كل فاترينة فيها 160 قطعه انا مش عارف احسب الرقم لكن حضراتكو يعني ممكن تحسبوه مع نفسكو هتبص وتلاقي احنا اه يعني اه بنتكلم تقريبا اه في اه اه الف او او اعفو 17 1600 قطعه اسرية لو انا حسبتها صح دول قطع صغيرة هيتحطوا فيه فاترين المتحف الصغير مية وستين او 159 بالزبط فاترينة كل فاترينة فيها مية وستين قطعه يبقى فعلا الاجمالي بتاعها اه حوالي اه 25 الف قطعه اسرية احنا بنتكلم على صروة ضخمة جدا جدا اكتر من 25 الف قطعه اسرية حضركم تتخيلوا حجم اللي موجود وحيبقى موجود في هذا المتحف المصر الكبير دي قطعه صغيرة مش المتوسطة ولا كبيرة اه 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 وفي نهاية الاجتماع السيد الوزير وزير الدكتور اه 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 الوزير السياح سيد احمد عيسى اكد على اه ضرورة الانتزام الانتهاء من كل الاعمال في التوقيتات المحددة مسبقا وفق الخطة الموضوع في ابريل الماضي للانتهاء من كل الاعمال المتبقية في سبتمبر القادم دي الجملة المهمة انتهى بها الاجتماع انه السيد وزير السياحة اه والاثار اه السيد احمد عيسى اكد في نهاية الاجتماع على ضرورة الانتهاء من كل الاعمال المتبقية بالمتعف المصر الكبير في سبتمبر القادم حسبما اعلن وحدد في ابريل الماضي ده تاريخ مهم لانه هيترتب عليه اه في النهاية انه احنا يعني الدولة والوزارة السياحة والوزارة يحطوا موعيد افتتاح هذا المتحف دي الحقيقة يعني مجموعة من الاخبار كانت رئيسية وحضرتكم تلاحظوا ان كل هذه الاخبار اه اخبار ذات طبيعة اه خدمية اقتصادية كلها يعني اه كلها خدمية صحة خدمة الكهرانة خدمة الاقتصاد الزراعة اقتصاد يعني السياحة خدمة واقتصاد اه بكل اشكالها منطقية جنوب القادمة التاريخية اول متحف المصر الكبير وخلاصة ان كل هذه الانشطة وده حضرتكم اه موجه ليكم موجه للمواطن عشان المواطن يبقى يعني اه يتم تحسين مستوى حياته عارفين والله عارفين بجد انه حضرتكم يعني عندكم اه مشكلات كثيرة وانه المواطن المصري يعني صبور ولكنه ايضا اه يعني اعمل فبكرة بكرة احسن وانه كل الجهود اللي بتبذل هي جهود كبيرة حقيقة جدا جدا اه ممكن تبقى اثارها اه بعضها مش واضح فورا لحضرتكم وبعضها واضح وبيوصل اه لكن في نهاية الجهود مستمرة نختلف مع حجمها نختلف مع توجهها نختلف مع يعني اه مساحتها مع استمرارها لكن لا شك انه فيه جهود بتتعامل ولا شك انه زي ما قالت كل الاخبار ست اخبار قالتهم كلهم متوجهين من بدءا من اعلى مستوى في الدولة ورئيس الجمهورية مورونا بالسيدة الرئيسة الوزراء السيدة الوزراء بمختلف تخصصاتهم كله سواء اقتصاد او سياحة او زراعة او خدمات او صحة بيدور على حاجة خصوك اه الاجتهاد مستمر نتمنى انه هذا الاجتهاد يعني يصيب في كل ما يتم يعني الاجتهاد فيه فيعني صحابه ياخده اجرين ويوصل لحضراتكم النتائج اللي انتم متوقعينها من هذه الاجتهادات و اه نتمنى انه تستمر الاجتهادات بنفس الكسافة وانه في النهاية الهدف الرئيسي دايما تاني بقوله عاشر وعشرين ومية والف ومليون هدف الرئيسي لاي دولة واي حكم في اي دولة هو رضا المواطن رضاكم انتم رضاكم عشان انتم اصحاب الشأن وكل ما يتم في هذه الدولة الان وما تم يعني قبل كده واللي حيتم في المستقبل موجه ليه كنتم انتم هنا سواء حضراتكم اللي موجودين الان وإحنا كلنا موجودين مع بعض او لابنائنا بكرة او لأحفادنا بعد بكرة او للاجيال اللي بعد احفادنا انتم الشعب الشعب هو صاحب كل هذا وكل ما يبذل من اجل الشعب محدش يعني يقدر يشتغل في العمل العام او في الحكومة الا للشعب ما عندوش خيار اخر وهو موجود هنا عشان يعمل ده فانا بقول لحضراتكم يعني ان شاء الله تستمر هذه الجهود ان شاء الله نوصل امرحلة الرضا يعني مش عايز اقول التام لا يوجد رضا تام ابدا من اي يعني قطاعات من الشعب في العالم عن اي حكومة واي اداء لكن نوصل للرضا المعقول اللي هو تتحقق فيه املكم تتحقق فيه حقوقكم حقوقكم الاساسية في يعيش كريم تتحقق فيه تطلعاتكم لنفسكم والاولادكم وتستمر مصر الى الامام اه نخرج فاصل قصير ونرجع نكمل مع بعض اهلا بكم مشاهدين الكرام في الفقرة المحببة الى نفسي شخصيا ولنا حريص وزملائي في الاعداد الحقيقة بشكرهم يعني جدا انه كل مرة لازم عندنا في كل اسبوع احنا كسفنا من ده الفترة الاخيرة هذه الفقرة اللي بتقدم نمازج من مصر ابطال بنسميهم احنا من مصر هؤلاء الابطال كلهم في مجاله بطل كبير وهو في نفس الوقت شاب في يعني في مقتبل او منتصف عمره بذل جهد كافي ان يكون بطل كلهم في مجاله واحنا يعني قدمنا الاسابيع اللي فاتت نمازج كبيرة من الابطال اللي احنا بنعتبرهم ابطال في مجال العلوم وخاصة العلوم الطبيعية والنهاردة يعني حيبقى معانا بطل جديد ايضا من مصر في فقرتنا المحببة الى انفسنا جميعا بطل من مصر اشتركوا في القناة 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 اخرى وحضراتكم شفتوا معانا يعني سيبي صغير تعريف اه وسيرة ذاتية صغيرة لبطالنا النهاردة اللي احنا بنراحب به معانا عبر زوم من اه مدينة بوستون بولاية ماسيشيوتس الامريكية الدكتور علي عبدالحفيظ زميل معهد ماسيشيوتس للتكنولوجيا اللي مشهور باسم ام اي تي والباحث في اه علم هندسة المواد لطبيقات الطاقة المتجددة وتنقية المياه اهلا بيك دكتور علي انا سهلا يا دكتور دياء متشكر جدا لدعوة حضرتك يا نشرف ليه ان انا كن نجل مع حضرتك والسهد المشاهدين بقى احنا نشرف مع حضرتك ونتشرف بكل بيكو كلكو ابطالنا ابطالنا يعني غير المشهورين في ربما على المستوى الشعبي لكن المعروفين جدا في مجالات تخصصهم وانت واحد منهم دكتور علي دكتور علي انا حبدأ اين انت والناس تبقى عارفة اه يعني ايه ام اي تي في ناس كتير جدا ويعرفوش اه يعني اه من مقاعد ماسشفيتس للتكنولوجيا اللي هو موجود في مدينة بوستون اللي هي عاصمة ولاية اه ماسشفيتس الام اي تي ده ايه بالظبط عشان الناس بس بقاعد ماسشفيتس للتكنولوجيا عشان الناس كتير جدا لازم تعرف معنا بطلنا النهاردة موجود فين هو يعني يمكن حاجة حضرتك من ضمن الحاجات الطريفة ان اي حد لما مثلا ممكن يسأل احنا يعني موجودين فين يعرف ان كلمة معهد فبيتصور دايما ان ده معناها يعني مستوى اقل من الجامعة او مستوى اقل يعني علميا لكن الحمد لله اه اه هو يعتبر معهد لانه يعني هو متخصص في العلوم يعني في العلوم الطبيعية وفي مجال الهندسة احنا نعتبر رقم واحد على العالم غالبا في كل فروع الهندسة وفي كل فروع اه العلوم الماظرية والطبيعية يعني احنا انا متخصص في مجال هندسة المواد وده يعتبر يعني المعهد او يعني جمع رقم واحد على مستوى العالم مش بس على مستوى امريكا اه في تخصصنا طيب عشان الناس برضو تعرف اكتر عن الام اي تي اللي هو اهل العلم يعرفوه كويس اه خريجي المعهد واللي بيشتغلوا فيه بكل تخصصاته المرعبة اللي انا عارف انها مرعبة بيمثلوا ايه في التقدم التقدم امريكا يعني امريكا بقى كخمسين ولاية وكقارة كبرى من العالم الام اي تي بيلعب ايه فيها وعلماءه والدارسين فيه يعني رقم احنا واحد من اكتر الجمعات على مستوى امريكا وعلى مستوى العالم اللي بياخد فيها يعني اذا كاترة منها او خريجي منها تفيه الفيلم الشهير اه بتاع ده بيوتيفول مايند اه عن عالم الرياضيات والاقتصاد الشهير جون ناش كان يعني من الجامعة عندنا اه من سنتين اه جائزة الاقتصاد اه في نابل كان برضو لحد من الجامعة عندنا اه ده غير ان الجامعة تعتبر يعني زي قبلة لاغلب الشركات على مستوى العالم مش بس اه الحكومة الامريكية اللي حكمان الاستثمارات اللي الشركات عايزة تعملها للعشر سنين اللي قدها مش بس دلوقتي بيحاولوا ان هم يجوا يتكلموا معانا فيها ويشوفوا ايه الافكار اللي عندنا احنا شايفين نظرتنا المستقبلية للصناعة مش بس للعلم فالجامعة تعتبر يعني واحد من اكبر المحركات الاساسية على مجال الابداع والتقدم الصناعي والعلمي في العالم كله مش بس جوه امريكا حضرتك حاليا زميل اه باحث مع بعض الدكتوراه يعني ده تعريف الزميل فيه مع ماسيشوتس انا عزا عرف بس الناس برضو تعرف اكتر اه معاد ماسيشوتس بيشتغل على حاجات للسنة الجاية والشهر الجاي والسنتين الجايين ولا على بعد بقرة اه على كل حاجة انا حممكن اقول كمان ان احنا بنشتغل على حاجات لاربعين وخمسين سنة قدام يعني مثلا اه حاجة الناس كلها مثلا كنت تكون مهتمة بها فكرة الطاقة المتجددة ايوه احنا مثلا بنكلم على الطاقة المتجددة في الهايدروجين الاخضر اه انه الهايدروجين الاخضر ممكن يبقى يستخدمات حقيقية على ارض الوقع بنكلم مثلا من 3 ل 5 سنين اه دي حاجة احنا بنشتغل عليها فيه مجال اخر ليه علاقة مثلا باستعمال الطاقة النووية او البلازما فيوجن وفيجن ان احنا ازاي نقول الطاقة اه كبيرة دي حاجة ممكن نقول عليها كمان مسلا تلاتين او اربعين سنة لكن شغالين عليها مش بس من دلوقتي ممكن نقول من عشرة او من خمسطاشر سنة اه الى الجان في نفس التوقيت برجو فيه مجال زي علم اه التصنيع الروبوتات الاجهزة الالية ده شغالين عليه في الوقت الحالي وابتدت تنزل فعلا حاجات منه موجودة اه ويبقى استخدامات وطبيئات طبعا في مجالات اخرى زي مثلا الانتليجز الزكاية الاصطناعي دي حاجة النهاردة وانبارح ويعني بكرة حاجة حيوية جدا شغالين عنها في نفس الوقت وبنستعملها سواء كان في تطبيقات اه علمية يعني ممكن نشرح الحركة ان شاء الله قدام في اه نتكلم يعني انا ازاي بستعمل حاجة زي طيب اه الدكتور اه علي عبدالحفوز جمع مش بس اه يعني ما بين هندسة ميكانيكا لكن كمان حضرتك اشتغلت على هندسة المواد في خط دبلومة بتعادل الماجستير وده ما بين جامعة همشامس مع جامعة اه المانية كلاوستهال وجامعة فرنسية باسكال وبعد كده اه كمان اه خط دكتوروها من معاعة جورجيا للتكنولوجيا ف اه ده الجامعة اظن اللي فيها الدكتور مصطفى السيد العالم الكبير بتاعنا صحيح فحضرتك يعني جماعت في التخصصات في التخصص العلم يا بين مدارس علمية كبيرة في الدنيا الامريكان الالمان الفرنسويين الامريكان تاني ده يا ترى يعني كان اختيارك ولا كان قدرك ولا الاثنين ده ده حقيقي انا في الاول كنت وانا طالب يعني بدرس في مرحلة الجامعية كنت منبهر جدا بألمانيا وحبيت ان انا ادرس في ألمانيا ويبقى عندي التجربة الاولى ليا كانت فعلا في ألمانيا وتعرفت يعني على هناك وده كان بتشجيع من واحد من اسلزتنا في هندسة عين شمس بعدها يعني قادرا بقى ما بين مرحلة الاختيارات لو هل اسافر ألمانيا ولا اسافر أمريكا جاتني فرصة كويسة في معهد جورجيا وسافرت على طول يعني هناك وبدأت هناك الدكتوراه طيب يا ترى التعدد المدارس دي يا ترى في تعارض بينها في تكامل بينها في الجمع بينها بيمثل فايدة يعني مشروع عالم ساعتها وعالم الآن الدكتور علي عبد الحفيز أكيد يا فندم يعني أولا أنا عايز أقول أن العالم مش بس جوه المعمل العالم كمان بره المعمل يعني جزء كبير من قدرتي على الإبداع العلمي بييجي من مثلا اختلاطي بثقافات مختلفة وده مدح جدا هنا في أمريكا أنا يعني زمالي قادر أقول أنهما من كل قرارات العالم سواء كمن أمريكا اللاتينية من أسيا أو مصين أو كوريا أو اليابان اختلاط الثقافات لأن كل واحد بييجي جاي من مدرسة فكرية مختلفة يعني أنا مجنوب بنشتغل على مشروع بحثي أو بنشتغل على مشكلة علمية كل واحد بيحاول أنه هو يقدم حل من خلال خبرته وخلال رؤيته الفكرية طبعا نظم التعليم المختلفة بتشكل العقول بتاعت الطلاب اللي جانب خبراتهم الحياتية كمان بتشكل خبراتهم ده يمكن حاجة من الحاجات المفيدة جدا أن أنا التخرجي من مصر والجامعة زي عين شمس فيها الاعتماد الطالب بيعتمد كتير على نفسه ده يساهم أن أنا أبقى لينزيم الاندبندنت أن أنا أول ما بدخل المعمل أنا مش مستني حد يديني تدريب محتاج بس التوجيهات الأساسية وأنا ببدأ أتحرك بنفسي فأنا حتى على المستوى الشخصي بمعيني رحت ألمانيا وشهد فيها النظام المبهر أنه يعني في نظام كل واحد عارف وبيعمل إيه وإمتى ده استفدت منه لجانب اعتمادي على نفسي في مصر جيت هنا قمليك في حرية أكبر للإبداع فكل الحاجات المختلفة دي فهي فعلا سهمت في تشكيل طريقتي في تناول المشاريع البعثية وفي تفكيري كمان إلى جانب التدريس أن أنا طبعا يعني إن شاء الله في المستقبل بيبقى لي دور في التدريس أنا بدرس طلبا من ثقافات مختلفة فأقدر أستوعبهم أقدر أفهم كل واحد جاي من بيئة مختلفة إيه المشاكل اللي بيتعرض لها علشان العملية بتاعت التدريس مش بس دكتور بيحاضر بيدي معلومات لأ هو لازم يتأكد أن الطالب اللي قدامه قادر يستوعب قادر يتماشى مع العملية التعليمية واحد من ضمن الدراسات الحديثة يعني كانت ظهرت يمكن من حوالي ثلاثة أو من أربع سنين كانت بتتكلم إن واحد من أكبر المشاكل اللي بتواجه المجال بتاع الهندسة والعيوم هو إن في طلبة كتير مثلا زي الطلبة اللي هم بيجوا يعني دوات البشرة الصمراء هنا في أمريكا هو بيحس إنه مش جزء من العملية التعليمية هو بيحس إن ده حاجة صعبة عليه طبعا علشان نقدر إن احنا ندخلهم جوه العملية التعليمية لازم أبقى فاهم إيه الخلفية بتاعته إيه المشاكل اللي هو بتعرض لها أقدر أساعده بشتى الطرق يعني سواء كان جوه الفصل يعني جوه الفصل وإحنا بنشرح أو بره علشان أقدر أستوعبه وإنحل الفجوات الاجتماعية طيب أنا الوقتي محتر فيك ببص في تخصصاتك لديت حاجات كتيرة جدا أنا معرفش إيه الرابط بينها يعني حقول والسيدة مشاهدين شافوا على الشاشة حضرتك هندسة ميكانيكا عن شمس ثم دبلوما في هندسة المواد اللي احنا قلنا عليها بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي ثم ماجستير في النانو تكنولوجي بعدها بقى المشروعات والشغل البحثي متعدد جدا يعني في البكاليوس عملت تصميم مكانة لإنتاج شرائح من ألمونيوم وفوم وبعدين وده يتم استخدامها في طبيقات زي الدروع الواقم والرصاص والقزائف وكذا وعمل البناء وبعدين في مشروع ماجستير تصنيع أغشية بلاستيكية لفصل الغازات وبعدها اشتغلت على المواد المحفزة في الدكتوراه لرفع كفاءة خلايا الطاقة المتجددة لتوليد كهرباء نظيفة وتصميم مواد لاتخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وبعد الدكتوراه حاليا متشتغل على مواد لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة واشتغلت على تصميم مواد لتنقية المياه من المخلفات الكيميائية وأخيرا قدام الربط بين استخدام الروبوت والزكاء الاصطناعي فيه معملية تصميم المواد واللي بقى عشان نفهم أولا الحاجات دي احنا صعبة علينا احنا مش بتوع علم احنا يعني حيالله بنفك الخط في العلم انت العالم طبعا يا فن مش رح لنا بقى ايه القصص دي كلها ايه الرابط اللي بينها آه هو بداية يعني أنا لما كنت اتغلب في هندسة عين شمس كان عندي شغف لموضوع هندسة المواد لكن للأسف اللي هي ايه بالظهر يعني ايه هندسة المواد سؤال جميل جدا انا فن طبعا يعني انا حتى يمكن اهلي بيعانف الفهم طيب انا انا فعلا بعمل ايه اه نقدر نقول مثلا يعني ابسط مثال حضرتك الجو حار بس انت عايز تلبس والجو مثلا نقول زي جو يعني اسيا الوسطى يعني جو حار ورطوبة عالية ومطر في نفس الوقت فيعني شيء لا يتوقف فمثلا حد قال يعني مع افضل شيء ان احنا نبقى لابسين تيشيتات من القطم لكن في نفس الوقت تكون بتسمح بالتهوية اه اضافة ان لو نزل عليها مية فهي تبقى مضادة للماء اه انا دوري كمهندس للمادة ان انا باخد القطم وادرس ازاي انا ممكن اغير من الخصائص بتاعته بحيث ان هو يسمح به تهوية افضل ملمسه على الجلد يكون افضل مثلا في حد عنده حساسية ازاي ان احنا نعالج القطم انه ما يسببش حساسية في نفس التوقيت يكون مضاد للماء اه بشتى بقى الاستخدامات مثلا لو جينا ننتقل لحاجة زي مثلا التطبيقات الخاصة بالدفاع او بالجيش انه عندنا مثلا الدروع الواقية من الرصاص اه كل شوية بيتم يعني بيحصل تطوير مثلا في جودة القذائف وقدرتها التفجيرية يبقى على الجانب الاخر انا كجزء من هندسة المواد ان انا لازم احسن من المواد وصلابتها بحيث انها تتحمل اكتر الصدمات والتفجيرات ده كله بيبقى وتسمح كمان باستخدامها بسهولة ده حقيق ده حقيق يعني وازدها وصمكها وكذا مزبوط بالضبط بالضبط جدا فاني يبقى انا اقول ان انا دوري هو ان انا بقى يعني بلعب فيه المحددات بتاعة المواد علشان اوصل بيها انها تبقى كفائتها عالية للغرض اه اللي انا محتاج اه اني ازبط ممتاز طيب المواد ده بقى ده ده التخصص الاصلي هندسة المواد طيب بقية التطبيقات حضرتك في شرحت لي ده مثلا فيه موضوع البكاليوس التخرج اللي هو الدروع المضادة طيب الاخشية البلاستيكية لفاصل الغازات ده عبارة عن ايه اللي هو مشروع ده كان واحد تمام ده كان مشروع اشتغلت فيه في الجامعة الامريكية اه مع يعني دكتورة امال عيسل ودكتورة ادهم رمضان كانت الفكرة كلها ان الطريقة اللي بيحصل بها فاصل الغازات عن بعضها بيبقى راجع لحجم الجزئ بتاع الغاز نفسه احنا كان كل هدفنا ان احنا نتحايل على ده بان مثلا لو انا فيه غاز معين انا عارف حتى ان حجمه اصغر فيعني يتخيل لو عندنا شبكة بيبقى هيقدر يعدي منها لكن انا هدفي اني اغير من قصائص الفتحة بتاعت الشبكة دي على المستوى الكيميائي بحيث ان الجزئ الصغير ده ما يعديش منها انه يبدأ يحصلوا تراكم على الغشاء فنمنع من مرور طب اشرح لدي انا استفيد منها بايه بقى يعني في التطبيق العملي الناس المحترمة اللي قاعدة بتفرج علينا دي حاجة في المعمل ولا حاجة في الحياة اه دي طبعا حاجة مهمة جدا في الحياة يعني مثلا احنا بنتكلم في الوقت الحياة عندنا واحد من الطبيقات اللي في غاية الاهمية فكرة الانبعثات بتاعت ثاني اكسيد الكربون اللي منتشرة ومرتفعة جدا وبتسبب ارتفاع في درجات الحرارة اه احنا بنفكر فكرة جديدة يعني ممكن نكلم عنها برضو ده جزء من الشغل اللي بشرع عليه حاليا هو ان احنا بدل ما غاز ساني اكسيد الكربون يكون متراكم في الهواء واحنا مسلا في نفس الوقت عندنا ازم الطاقة بناخد غاز ساني اكسيد الكربون ده ونعمل له عملية كيميائية بنفعله بيها مع الهيدروجين اللي بننتجه من المية ونحوله لغاز طبيعي او نحوله لمنتج غازي نقدر نستخدمه بعد كده كمصدر للطاقة لكن للأسف الشديد بيطلع عندنا في نفس العملية دي انا مسلا مهتم ان يطلع عندي الغاز الطبيعي لا ممكن يطلع معايا كمان غاز تاني او يطلع عندنا اكتر من غاز استخدام الغشية دي هيسمح لنا بعملية الفلترة لانه طبعا في تكنولوجيا ممكن تتوقف لانه بطبقها في الصناعة هيبقى صعب جدا انا بقول ان انا قدر احاول ساني اكسيد الكربون لوقود لكن للأسف بالنسبة للصناعة هم عايزين وقود واحد بس مش عايزين عدة يعني انواع مختلفة استخدام الغشية دي يقدر يساعدنا على فصل الغازات عن بعض الكلام ده وصل في المعمل بس وبينه بين الطبيق قد ايه احنا ما زلنا لسه حاليا في مرحلة التطبيقات المعملية لسه ما انتقلناش للصناعة في موضوع تحويل غاز ساني اكسيد الكربون لوقود لكن في الوقت الحالي مثلا بالنسبة لهيدروجين الاخضر احنا يعني تقريبا على بعض خطوات بسيطة جدا ممكن في خلال سنة يبدأ يبقى عندنا اول منتج حقيقي ممكن من خلاله اه نستخدم المية ان احنا نفصلها وننتج منها هيدروجين اخضر بتكلفة تكون قليلة جدا تنافس اه بتكلفة البنزين في الاسواد طيب انا احد ضيوفي الكرام قبل كده وشرفت بصدافته مرتين احد علماء مصر في المستوى العالمي في الطاقة وشرح لنا هيدروجين اخضر طول ماهي العزيز انا والنبي عشان خطري اشرح لنا عن ايه هيدروجين اخضر عشان انا في امتهف العافية وقربت انساها طيب احنا خلينا نقول ان الهيدروجين ممكن يتم يعني عرفا كده بيتسمى هيدروجين اخضر او هيدروجين ازرق ايه الفرق ما بين العمليتين الهيدروجين ده حاجة واحد من المكونات الكون قبل ساعة ما نشأ مظبوط ايه جدا صح جدا يا فان لكن وجوده بنسبة كبيرة اه يعني هو نسبته قليلة شوية ارتفاع الهيدروجين عن نسبة اتنين في المية ممكن يسبب الاشتعال يعني تواجد هيدروجين بكسافة اكتر من اتنين في المية في الهواء بيسبب الاشتعال الزادي علشان كده ربما صحنا تعالى الهيدروجين موجود بنسبة كبيرة جدا لكن في صورة المية المية طبعا بتكون لنا يعني سبعين في المية تقريبا من مساحة الكرة الارضية والمية دي مكونها هيدروجين وكسيجين مظبوط صح ده حقي هم دول العنصرين الرئيسين في المية صح حقيق جدا الهيدروجين الازرق العمليات النقيدة عن طريق تفاولات كيميائية بيكون مصاحب لي لانتاج الهيدروجين انبعاث من سانيوكسيد الكربون ودي طبعا حاجة احنا مش محبين احنا حابين ان احنا ننتج هيدروجين بس بدون اي انتاج لسانيوكسيد الكربون العملية دي هي بيسمى او يعني انتاج الهيدروجين بدون سانيوكسيد الكربون ده اللي بيسمى الهيدروجين الاخضر وهي عملية بسيطة جدا جدا احنا بنعتمد على الكهرباء في فصل المية لهيدروجين والاكسوجين فممكن حد يجيسأل يقول طب يعني احنا اصلا بنعاني من ازمات في الكهرباء على قصة العالم كله مش بس على مصطوى نصر فعال وانا بقى اخد الكهرباء اللي انا طبعا جايبها من استخدام وقود احفوري او من استخدام مزوت او من الغاز طبيعي علشان اطلع بها هيدروجين طب يعني العملية لا تستقيم فعلا بقولوا لا ده مش حقيقي احنا بنستعمل مصادر اخرى للكهرباء زي مثلا طاقة الرياح وزي الطاقة الشمسية انتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بيبقى في وقته بيخرب لنا كهرباء لكن للأسف علشان نخزن الكهرباء دي في بطريات سعة البطارية مهما كانت كبيرة لا يمكن نقدر نخزن الكهرباء دي لمدة زمنية اكتر من 8 ساعات 8 ساعات دي يعني يعتبر افضل شيء فدول زي مثلا دول شمال اوروبا اصلا مفيش عندهم شمس لكن ممكن يعني في الشتاء فيبقى افضل شيء ان احنا نحول الكهرباء اللي جاية من طاقة الرياح او من الطاقة الشمسية لوقود والوقود ده نقدر نستخدمه بعد كده لما نبقى محتاجين لانتاج الكهرباء وهي دي بصبت فكرة الهايدروجين الاخضر ان احنا ناخد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية نستعملها لفصل المية لمكونيها الاساسيين الهايدروجين والاكسوجين نخزن الهايدروجين وقت الاحتياج يتم التفاعل اه افنا ما عالش سمحني احنا برضو بش علماء احنا في الوقت المية مية سائل قدامنا هو نشربها قدام هي فصلناها بتحول الاكسوجين الى غاز والهايدروجين الى غاز ولا سائل الى غاز الى غاز بنخزنه بقى في ايه فانبيب ولا بنخزنه في ايه الهايدروجين ده 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 برضو موضوع اخر يعني موضوع بحثي اخر هو فكرة ان الهايدروجين اللي بيونتك ده لازم يتم اعادة اه تسهيله مرة تانية يعني يتحط في سائل علشان طبعا الانبوبة الوحدة لو فيها لتر من الاكسوجين الهايدروجين السائل الطاقة اللي فيها اكبر بكتير من لو كانت غاز فمنحاوله السائل بنحاوله السائل صحيح لما بديجي نستعمله بعد كده بنحاوله يعني بدينا نرجع بقى نعيده منه انه وسائل الى انه يبقى غاز ونفعله مع اكسوجين من الهوى عادي وده يولد لنا كهرباء هي فكرة مشابهة جدا لفكرة المواتير بتاعت العربية المحركة العربية ان احنا بنستعمل البنزين مع الاكسوجين من الهوى لما بتفعله مع بعض ده بيولد طقة حرارية كبيرة ده اللي بتدفع الموطور انه يتحرك احنا في فكرتنا ناخد الهايدروجين يتفاعل مع الهوى نتيجة التفاعل ده هو خروج طيار كهربية فطيار الكهربية صدر صدر لا صدر فان طب يعني الهيدروجين ده ده انا بمشي معها ده خطوة خطوة ادي المية استخدمنا كهرباء من رياح او من يعني مصادر غير احفورية فصلنا المية لأكسوجين بنرميه في اي حتة ونستخدمه اي استخدام مش اساسي والهيدروجين بنسيله ونخزنه بنطلع الهيدروجين المسال ده نستخدمه كمصدر طاقة يعني اقدر اشغل بالبوتجاز اقدر اشغل بالعربية ولا هو يستخدم بس في توليد كهرباء او اخرى لا يستخدم في توليد الكهرباء فقط وطبعا استخدام الكهرباء ده يعني انا بدل من انا بشغل البوتجاز يعني احنا ممكن عندنا هنا في امريكا اه البوتجازات ما بقاش دلوقتي بتشتغل بالغاز الطبيعي على طول بتشتغل بالكهرباء العربيات نفس الكلام بتشتغل بالكهرباء حتى الحكومة الامريكية نفسها ودي يمكن حاجة يعني متدل الحاجات اللطيفة جدا انه علشان يشجع استعمال السيارات الكهربائية يعني احنا طبعا بقى في عربيات كتيرة دلوقتي بتمشي بالطاقة الكهربائية وممكن تتشحن في الشارع بالكهرباء الحكومة بتدعم ده بانه تقول ممكن تاخد خصم على سعر العربية من خمس لستلاف دولار الحكومة يعني بترجعهم من فلوس الدريب اللي بيتفعها الموض فمش بس انتاج الهيدروجين يستخدم في انتاج الكهرباء لكن الكهرباء دي هتدخل في الكل يعني اغلب الاجهزة المنزلية او حتى يعني ابسط الاجهزة اللي موجودة في المجال الصناعة هيتم الاعتماد فيها على الكهرباء المنتجة عن طريق الهيدروجين اغضر طيب هذا بسن قوانين او يعني طبعا عشان اللي هيخالف بقى بيتفع غرامات كبيرة او درائب كبيرة بتحط عليه وكمان عشان الحفاظ على البيئة طيب انا افهم كده من كلام حضرتك والدكتور مها العزيز كان بشرني هزي البشرة انه الهيدروجين اغضر نتيجة هذا يعني التواء الوجود الرهيب للمياه على سطح الكرة الارضية بيعني ان احنا اذا وتجددها طبعا بالامطار يعني احنا دورة حياة كاملة اي مع المية وخلقنا من الماء كل شيء انحي ففيش حاجة في الحياة كلها من غير المية والمية موجودة كتير انه الهيدروجين اغضر ده حيبقى مصدر متجدد لا ينتهي من الطاقة صحيح بنسبة مية في المية يمكن فيه جزئية صغيرة انا نسيت اقولها وهي ان لما بيتم اعادة تفاعل الهيدروجين مع الاكسوجين عشان نولد كهرباء الناتج بتاع العملية الكيميائية هو مية مية تاي بابدأ بمية بنتهي بمية نضيفة خالية من اي شوائب ما فيش اي ضرر فيها تمام طب ونبي برضو بسؤال جي فيه دمائي هو الهيدروجين الاخضر ده فصل الاكسوجين عن الهيدروجين ينفع في بحر مالح وفي مية عزبة وفي ترعة وفي نهر اي مية ده سؤال جميل جدا يا فن طبعا احنا فيه يعني لسه حاليا كل التركيز على ان احنا نحاول ان احنا ننقل الفكرة من المعمل الى مجال الصناعة فكل الابحاث التطبيقية اللي اتحصلت فعلا كانت على المياه العذبة يعني نقدر نقول مثلا نسبة تسعين في المية من الابحاث على المياه العذبة الخرية من الشوائب لكن في نفس الوقت فيه ابحاث فعلا بتحصل في الوقت الحالي على المياه المليحة مياه المحور ان يتم استعمالها لانتاج الهيدروجين طيب في السياق ده يعني العالم لانه احنا عندنا يعني كارثة عظمى لكل العلماء عارفينها انه بيقدروا ما بين خمسين اكثرهم تفاؤلا لسبعين اه عفوا اكثرهم تشاؤما سبعين سنة اكثرهم تفاؤلا وخلاص يعني الوقود الاحفوري خلص يعني اولا التخدير ده دقيق يعني قاله اكثر من عالم واكثر من دراسة جادة في الدنيا اه ده حقيقي اه برضو عايزين ينبه نقول ان نفس الفترة الزمنية دي احنا بنتكلم في لو اقوله مثلا سبعين سنة يعني مثلا عن سنة الفين ومية اه احنا بنتكلم في ارتفاع دركة الحرارة بتاعة الارض احنا بس مش لو الوقود الاحفوري اه او اي اه وقود يعني الهايدرو كاربون فيه يعني اه مخلصش فضل لسه موجود في نفس التوقيت ده كتر استعمالنا لي نفس على نفس الوتيرة بنفس معدلات الاستهلاك الحالية هيؤدي لارتفاع درجة حرارة الارض احنا سنقوله ان يكفي ان في خلال مية سنة اللي جادة لو ارتفعت درجة حرارة الارض بمعدل من درجتين لشمس درجات بس ده يؤدي الى غرق مدن باكملها يعني ممكن فيه مدن ساحلية مدينة مثلا زي الاسكندرية ممكن تبقى مش موجودة تماما احنا مش بس متوقفين عند فكرة الوقود الاحفوري او كل اشكال البترول والغاز الطبيعي احنا كمان فيه خططر على اه الحياة البحرية وعلى حياة البشر نفسهم اللي احنا محتاجين نوقف الاستعمال بالانواع دي من الوقود من دلوقتي ايه من امجا من استناش لحد ما تخلص حد انا بمناسبة هيدروجين عايز اتذكر المشاهدين حدق طبعا تذكر ده اكتر مني انه كان فيه حاجة ظهرت بعد القنبلة الزرية اسمها القنبلة الهيدروجينية اللي عملها الاتحاد السوفيتي وان دي قنبلة مدمرة يعني هي قنبلة زرية تقريبا انه احنا كده البشرية بتنتقل من استخدام الهيدروجين في قتل البشرية الى احياءها والهيدروجين ده كمان بيستخدم في التدمير احنا شفنا تجارب السوفيتية في هذا الوقت او شو عشناها يعني اللي بعضنا عاشها في نهاية الخمسينيات يعني يعني اسا كنت بتكلم مع حضرتك على فكرة ان نسبة الهيدروجين اللي موجودة لو ارتفعت فوق يعني مثلا لو خلنا احنا عندنا غرفة وحصل تسريب لغاز الهيدروجين فارتفعت نسبته مقارنة بالهوى اه لفوق اربعة في المية مجرد بس نتعدي اربعة في المية لنسبة الهوى بيحصل انفجار لحظي لان هو يعني غاز يشتعل لحظيا ينفجر لحظيا لمجرد يتزداد نسبته عن اربعة في المية مقارنة بالهوى طبعا الهوى نقصد به الاكسوجين اللي موجود في الهوى طبعا وكده حضرتك يعني هو حاجة خطر جدا بتنقل ده من كل هذا الخطر الى اذا كنتوا بتفصلوه وتسيلوه وتحولوه المصدر دائم للطاقة معلش هو سؤالها يعني قد يكون يعني ساذج جدا هي يعني مياه العالم او بحار وانهاره قبلها للانتهاء في اي لحظة لا فنانا نسأل اكتر حضرتك فكرة ان العملية نفسها انا ادلون ان هي يعني دائرة مغلقة استخدام للمية في البداية بينتج عنه هيدروجين وانا مقدرش استعمل هيدروجين باي شكل من الاشكال الا وينتج عندي في النهاية مية مية كافية يعني تصب في مية تبقى مية عزبة يعني تروح لمصادر مياه عزبة او ملحة مش مهم لكن مية بتسوق يعني مية كتيرة مش مش نقط مية تقصد اه لا يعني مية كتيرة بس هوا مثل احنا يعني ما نقدرش حتى نستخدم كل كمية الهيدروجين اللي موجودة على الارض في فصولة مية عشان نولد الطاقة يمكن مرضو في حاجة يعني ضمن الحاجات اللي يمكن ما فيش ناس كتيرة تعرفها المية اللي احنا يعني مساحة البحار نفسها اه بيدوب فيها يورانيوم يعني مية البحر حتى مثلا بينزل في البحر الاحمر او بينزل في الساحل الشمالي او اي ان كان كل مياه البحر بتاعتوي على معادن فيها دهب يعني فيها يورانيوم اليورانيوم اللي موجود في مية البحر ده لو احنا استخرجناه يعني يكفي تقريبا مش متذكرة الارقام بس ممكن نقول يعني مئات اه اضعاف احتياجنا من الطاقة على مستوى العالم في المية يعني اه اه وده بس اللي موجود في مية احنا مش بنتكلم حتى عن عملية التعديل ففي مصادر كتيرة من الطاقة يعني مش عايزين البشرية تألى ان شاء الله اهم حاجة انه اوقف التعامل الخاطئ مع اللي بسبب يعني غسل اوكسيد الكربون دكتور عالي يعني ده سؤالي الاخير وانت يعني هذه المرحلة من يعني البحث الجاد والعلمي في واحد مش واحد من اكبر هو الاكبر في العالم في على مستوى العلوم الطبيعية والطبيقية في الام اي تي معاد مسجيس للتكنولوجيا انت حابب ايه تعمل لبلدك والاهلك وناسك اللي شايفينك واكيد حبينك واحنا يعني فاخرين بيك ورغبين ان نشوف مئات يعني شبه دكتور عالي بعلمك ده عايز ايه شكر جدا فانهم الله يعني انا عايز اقول ان احنا فعلا بدأنا من فترة او انا بدأت من فترة انا دائم التواصل مع زميل الصغيرين سواء كان في الجامعة الامريكية او في جامعة او في هندسة عين شمس اه ومؤخرا يعني بقيت على تواصل اه مع الجامعة القاهرة اه عندهم يعني واحد من افضل البرامج اه اللي موجودة برنامج للنانو تكنولوجي اه لطلاب الدراسات العليا سواء كان لدرس الماجستير او لدراسة الدكتورات اه وانحنا نفس الابحاث اللي احنا بنعملها هنا في اه في امريكا في امو اي تي احنا يعني انا معايا اه باشرف مشترك يعني اه في اه تلات طلاب ماجستير اه بسجليين ماجستير وانا باشرف عليهم اه ان احنا نحاول فيه ولو بجزء صغير بعلمنا المجتمع يعني المجتمع في مصر وحاجة مهمة هو اعداد الباحثين الجدد يعني بدل ما فيه شخص واحد بس زي بيشتغل في الموضوع لا يبقى ثلاثة يبقى عشرة كل واحد فيهم يعلم ثلاثة كمان فده شيء عظيم ويعني انا ممكن انا بتكلم حضرتك دلوقتي تواصل مباشر يعني التكنولوجيا الحمد لله ساعدتنا بشكل كبير ان احنا يبقى فيه تواصل مباشر دائم اقدر اشوفهم ما بيعملوا ايه في المعمل اقدر اتباعهم لو فيه مشكلة اقدر اسعادهم فيها فانهم يحلوها فنقل العلم يعني الزمان كان يمكن يحتاج الى كتابة او قبلات شخصية وفي وقت الحالي يعني كل شيء بقى ممكن يحصل على طول يعني في خلال ثواني وبالفيديو لكني اقعد معهم حقيقة انا شخصيا فخور بك فخر كبير جدا جدا ويعني اعتقد ان كل اللي بيشوفوك معنا فخورين بيك دكتور علي واعتقد انه كمان مش بس علمك لكن كمان اخلاصك وولائك لبلدك والشعبك والاهلك اللي انا بحييهم على هذا الابن الجميل البار العالم انا يا حياة بشكرك شكر كبير جدا وبقول للمصريين هذا هو احد ابطالنا احنا بنفخر بيك دكتور علي ونتمنى ان شاء الله لما تيجيه في مصر اجازة نتشرف بيك هنا في هذا الاستوديو اشرف لدكتور ديو انا متشكر جدا على الاستضافة انا حددتني الفرصة ان اولا اقدر ابصد بعض المفاهيم العلمية والان انا يعني اوصلها للسادة المشاهدين في نفس الوقت ان انا يعني اوصل رسالة للشباب اللي موجود في مصر انه يعني احنا فعلا قادرين على صناعة الفارق باذن الله يعني الموضوع يحتاج بس بعض من العزيمة والاراضة وباذن الله نقدر نعمل حاجات كثيرة كويسة ان شاء الله شكولك ثاني شكرا جزيلا شكرا جزيلا جزيلا شكرا 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 جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالتوريد طبقا للكميات والاصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد وان العقود تتأسس على التزام المزارة بانتاج وتسليم منتج زراعي معين بكميات ومستويات وجودة متفق عليها في خلال فترة زمنية محددة وتشمل بعض هذه العقود التزام المشتري سواء كان مصدنا او مصنعا او تاجرا لتقديم بعض الخدمات الارشادية المتخصصة او الخدمات التمولية وذلك في حدود متفق عليها ومدونة بالعقد ده التعريف لكن الحكومة الحقيقة تقدمت تقدمت تقدم كبير في فترة الأخيرة في ما يتعلق قصة وزارة الزراع وما يتعلق بتحديد موسمة بسعر الضمان ايه هو بقى سأل الضمان يشمل ايه من المحاصيل يشمل ايه من الانتاج الدجيني والسمكي والحيواني كل ده الحقيقة حنتشرف نظم نحن نتعرف عليه مع بعض مع ضيفين كارمين براحبين بولاستاذ دكتور علي عبد المحسن وعيد قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراع والسطح الاراضي اهلا بي دكتور انا الفنان سيادة بسيادة النقيب مخيم عام الفلاحين السيادة حسين عبد الرحمن ابو صدام احنا طبعا منشكرين يدا على الدعوة الكريم طيب اه دكتور علي انا عرفت الزراعة التعاقدية تمام زي ما نختيبها المركز مظبوط مظبوط طيب ايه بقى اه اه يعني الفرق من الزراعة التعاقدية وسائر الضمان او والالاقة بينهم تمام هو طبعا زي ما سادتك قلت ان الزراعة التعاقدية هي عبارة عن زراعة بالتم من خلال تعاقد ما بين الباقع وما بين اه المشتري وفق الشروط معينة يعني بيتمن الاتفاق عليها وتزيلها في العقود اه سعر الضمان ده سيادتك يعني اه يعني احنا الوقتي بنطبق في قطاع الزراعة منذ منتصف السماميليات اه سياسة التحرل اقتصادي في اساس التحرل اقتصادي ديت ان احنا نسيب يعني اه قطاع الزراعة لكوة السوق العرض والطلب اه فطبعا ما ينفعش ان انا نسيب كده المزارعين يعني يعني يتأثروا بشكل جبيب بأسعارة عالمية التفاعة ومنخفاضة واحتكروا التجار والحاجات ده كلها فعلى هزا الاساس احنا بقى لجانا اه احنا نعمل سعر الضمان سعر الضمان ان انا بضمن حد ادنى للسعر للسادة المزارعين فبعد ان قبل معادة الزراعة وقت كافي قبل الزراعة مش قبل الحصاد لا سيادتك قبل معادة الزراعة تمام عشان المزارع يتخذ قرور انتاجي وتوسع في زراعة المحاصيل للدولة بترغبها تمام انا عاوز اتوسع في زراعة محصول القمح عشان الازمات العالمية احنا شايفنا كلها وحاجات زادهية ونخفض السعر من الخارج فبحط سعر الضمان للسادة المزارعين ده هخليهم يشجع يعني ياخدوا قرارهم يتوسعوا في محصول القمح تمام سعر الضمان بقى زمان سيادتك بحط السعر ادنى واضمن المزارعين لو فيه السعر العلامي والاسعار الكلام خفض على هذا السعر الدولة منتزمة تشاري بهذا السعر زادت زادت هشتري منك بالسعر العلامي وسعر السوق وقت الحصار هل ده تطبق بالفعل هل في زيادة سيادتك تطبق بالفعل هذا العام أعلننا عن قبل معاد زراعة القمح الموسم الماضي أعلننا عن سعر ضمان 1000 جنيه للأرداب للأرداب تمام ثم الأسعار العالمية ارتفعت فرفعنا لـ 1250 جنيه في يناير تقريبا أو فبراير ثم قبل الحصار رفعنا السعر مرة أخرى لـ 1500 جنيه للأرداب فهذا السعر تم تطبقه بالفعل وضب يضمن للمزارع في البداية سعر جيد ودخل موجزي ليه ويوجهه لصداعة المحاصيل اللي بترغبها الدولة وبيضمن المشكلة كانت موجودة قبل كده بتقبل سعر مزارعين التسويق وكده ضمن قبل ما ينتج هو سوق المنتج بتاعه وعرف سوقه فين لهذه السرعة التابونية وللدولة المنتج النزارعين بقى فلاحين هذا الكلام تأثيره إيه على المزارع المصري يشجعه يخوفه الدولة بتحتكر لا هو يروح يبيه لفخاص لا إيه صدى للخارج يعني المزارع اللي بيحكموا في هذه المسألة الموضوع ده موضوع مهم جدا أنا عايز أجيبه من البداية الزراعة التعاقدية دي احنا طالبنا بها فخامة السيد الرئيس عبد فتاح السيسي في أول لقاء معه مع الفلاحين في 2014 تمام وفخامة السيد الرئيس طلع قرار في 2015 بالزراعة التعاقدية وزارة الزراعة ما تحركتش غير من فترة قليلة يعني أول سنة السنة دي تعاقدوا على ثلاث محاصيل يدورة وفول السوية وعباد الشمس طبعا دولة السيد الرئيس الوزراء يعني أقر أسعار تعاقدية مع الحاجات دي احنا الفلاحين ليهم يعني حاجات قبل كده مع وزارة الزراعة كانت تعاقدت مع الضراء في الضراء ومنفزوش العجود العاجد ده اللي هو الزراعة التعاقدية كان المعمول مع منتج الدواج المفروض ده من الزراعة التعاقدية من الحاجة للدواج من دواجة للدواجة فيها مشكلة ها الزراعة التعاقدية بعالي الدواجة احنا كنا بكتراحينها وكل القيادات الفلاحية كتعازة ليه عشان موضوع التسويق والتسعير كان بيبقى فيه غبن من الفلاحين اللي أسعار قليلة يعني راجل المستالج جوب على أسعار عالية فالزراعة التعاقدية بتحمي النقطة دي لان انا بقول مثلا انا هاخد منك القطن السنة دي خمس تلاف وخمسمائة جنيه بعهد عجد كده بين المنتج المستالج لازم تورد لي انت زرع فدان بيجيب سبع جناطير تورد لي سبع جناطير كمان لو ما وردش السبع جناطير دي يعني السعر سعاد يزيد الفلاح ما وردش ورد يبقى فيه عقوبة عليه لو التاير ما خادش لو السعر نقص والتاير ما خادش يبقى فيه عقوبة فوزارة الزراعة تضمن الموضوع ده الزراعة التعاقدية سعر الضمان بقى حاجة اجمل من كده بكتير لان سعر الضمان ده انت بتوضع سعر الضمان زي ما قال الدكتور عالي كده بتنزلش عنه صحيح وزارة الزراعة مع المعنيين حصل السنة دي في القط النهاردة وضعوا سعر ضمان للقط خمس تلاف وخمسمائة جنيه القط واجه بحري واربعة تلاف وخمسمائة جنيه القط واجه إبلي ده سعر ضمان قبل الزراعة فبتحفز الفلاحين مرضي ليكم هو مرضي يعني لما يجي الرجل صعب المحلق ياخد منك تمام ياخد أكتر ولا ياخد بسعر الضمان الحكومي عايز أقول لسعادتك بقى بصراحة شديدة لما أنا أقول للفلاح كده ويزرع يبا هو راضي بالسعر الدكتور علي قال كلمة دلوقت هوت اللي احنا بالتفع عليها لأنه هو ما ينزلش عن السعر ده لكن ممكن يعلى لو السعر زاد الفلاح راضي ولا لا فلاح راضي أنا بسألك أنت أنت رقيب الفلاحين أنا الفلاح لو ما زرع لو هو مش راضي مش هيزرع معنى مثل التفع يزرع أنه بيزرع أنا لما قلنا سعر ضمان للأمح ألف جنيه والفلاح زادت المساحة لثلاثة مليون ستمية وخمسين ألف جنيه يبا هو كان راضي على ألف جنيه الأسعار زادت وإحنا بيزرع في فترة الزراعة جه السيد الرئيس عفتاح السيسي يوجه بالمتابعة وزيادة الأسعار وصلت زي ما قال الدكتور علي من ألف بيزرع وخمسين لألف وخمسونية وكان سعر كويس جدا فده موضوع كويس جدا الزراعة التعقودية وسعر الضمان منطلب بحاجة بقى على الهوى إنه هو يتطبق على كل المحاصيل لا استنى علي بقى أنا هقولك المحاصيل اللي أنا عايزها شو يعني أنت بس فأنا هقولك أنا بنفسي أنا حتى بأنه رأيك أنا مجاهز ده بالمحاصيل الدكتور علي دلوقتي حضرتك إحنا عندنا سبع محاصيل فقط اللي خاض على الزراعة التعقودية تمام إيهو عشان الجمهور يبقى عارف تمام عندنا الدورة الصفرة آه وعندنا الدورة البيضة ماشي وعندنا الأمح ماشي وعندنا الفول السوية مظبوط وعندنا عباد الشمس كويس وعندنا القطن ماشي وإسانتك بنجر السكر وقصب السكر لا ده قديم ماشي موجودين نعم ماما قديم ده ماشي ماشي عند الفول البلدي مظبوط عند العدس تمام عند الفول السوداني آه والأشياء اللي بتعمل إحنا عندنا مشكلة في الزيوت مظبوط تمام عندنا بزرة الكتان بزرة القطن كويس 98% من اتهلاكنا الزيتي مستورط مظبوط الحاجات دي غايبة ليه تمام طيب بس أنت معضها بيأثر على المواطن زي الرز تمام كويس هو زي ما سيادر حا كده ده اللي انت عايزه تمام اه ما تضيف عليهم حاجة اقول انا قلت اللي لا حزلتهم انا عايز اقول المزارة الزراعة في الدكتور علي انا الزراعة التعقودية دي لازم تكون كل المحاصيل الأساسية المحاصيل الأساسية بتتغير بالوقت يعني الطماطم دي ما كانتش أساسية دولوقتي بقى تتغير الزخر الطماطم اه والبطاطس والحاجات دي فأنا يعني مركزت على حاجة نقول ده هي ده الأساسية مفيش حاجة اسمع معصول أساسي غير الناس عايزان فأنا نرأت الطماطم بقى كل هكلة فيها الطماطم كلام حددك مزوعة هو طبعا سيادتك اه تعالي يعني تعاقبا بغدك على سعر الضمان هو مجزي للمزارعة مش مجزي احنا بناخد عشان نحن سعر الضمان في الاعتبار اه الاسعار العالمية للمحصول اه تكاليف الانتاج اه العائد اه من المحاصيل المنافسة السعر المتداول في السوق فاحنا بناخد كل هزي العامل في الاعتبار اه بحيث ما حط السعر هوفروا منتج المحلي من استيراد خارجي بالزبط كان نعمل احلال محلي الوالدات وخف يعني عشان خفض يعني تدفق النجد الاجنبي الى الخارج فكل هزي العواب ينخدها في الاعتبار فبالتالي بيكون السعر مجزي للمزارع بحيث انا بوجهه بتراية غير مباشرة انه يخليه توسع في زراعة المحصول او المحاصيل اللي بترغبها الدولة لو جينا بقى نشوف الزراعة التعقدية وتعميمها على جميع المحاصيل وباقي المحاصيل وحاجات زي كده وازا ما ستك قلت ان احنا بالفعل بدأنا في المحاصيل الرئاسية زي القمح وزي الدورة وفول الصوية وعباد الشمس الزيتي والسيمسم وهذه المحاصيل بدأنا فيها بس يعني دي كلها والقطن دي كلها محاصيل اهم المحاصيل يعني شوفنا الامح اللي بيه مثل يعني حوالي خمسين في المية من الساحة المزوعة في الموسم الموسم الشتوي لو جينا في الموسم الصيفي الدورة والقطن والمحاصيل دي بقى لك بتمثل نسبة كبيرة جدا دورة احنا بداخلين في حوالي حتى باللومتين فدان كمان دورة شامية او دورة رفيعة دورة حوالي كان في حالي مثلا ماتين وخمسين تلتمية الف فدان يعني هذه المحاصيل بتمثل الغيباء العظمى من المحاصيل الزراعية في مصر وطبعا زمان سيادتك احنا بنجرب يعني احنا بنجرب في هذه المحاصيل وان شاء الله بتمثل التوسع فيها اه مستقبلا ان شاء الله تعالى يعني بحيث تشمل جميع الزراعات وجميع المحاصيل وانحنا الوقت بس يعني بنروج لفكرة الزراعات بتاعها هل يمكن ادخال الرز دي؟ الرز دي في مشكلة يعني اعتدف هو في مشكلة في سأل والمواطن الرز مدخلش ليس هل يعني طيب انا هبشر الفول يعني لك الفول انا هطمن سيادتك على موضوع الارز طبعا كلنا مشاهدين للفترة الاخيرة من الارز الاسعار انخفضت يعني كان نوصل الارز السياب حوالي 30 جنيه الالت بتتكلم في حوالي 20 جنيه يعني الاسعار الارز انخفضت حوالي التلت نتيجة ان احنا شجعنا مزالع الارز ان هما يعني نزود الانتاجية الفدانية ونزود الانتاج ونعمل المراسات الزراعية الجيدة فده متواقع ان شاء الله هذا الموسم بقى فيه يعني انتاج الرز وفير ويعني الاسعار بدأ انخفضت بالفعل بس ما فيش زراعة عقودة وفيش سعر ضمان للرز لا احنا سعر ضمان بتاع الارز يعني معلن وموجود وإحنا السادة المزارعين هما اللي يعني ما بيلتزموش بهذه كله مصراحة بهذه الاسعار قبل مشجحهم اهلنا وناسنا قول لا اقول لي المشكلة ما انا بقول لسيادتك احنا زيبان ساتك بيبتدي الزراعة عقودية لسه بطبقها حديث فاحنا بنحاول نتطبق اه نتوسع فيها ونحاول نقلع السادة المزارعين فيها وبنعمل ترويج ليها في المحافظات المختلفة سواء طريق الادوات الارشادية بتاعتنا او البرامج اللي هي الحوالية زي بتاعت سيادتك ديت والحاجة بصدامها عنا وبيشارك فيها يعني فموضوع الارز ما فيش فيه مشكلة احنا الحمد لله فيه في مشكلة فيه بتقولي المزارع مش مقتنع نعم بتقولي المزارع مش مقتنع مو سيط لا مش مقتنع مش بالزراعة مش مقتنع بالسعر بس ايقا كان سابقا كان سابقا بيتم تحديد اسعار اه اقلم السعر السوق خوص فالمزارع ما كانش يبلتزم احنا اخذنا على عاطقنا هزي الفترة ان احنا اخد اسعار السوق في الاعتبار تمام وزي ما قلت سيادتك احنا يعني وضعين بالنسبة الامح الشرعين هذا العام باعلى من السعر العالمي ده الامح الامح الدورة برضك زي ما قلت سيادتك احنا هحطين له سعر يقارب من السعر العالمي دلوقتي اه وفي الاسناء الحصاد ان شاء الله لو اسعار ارتفعت يعني احنا هحطين للدورة البيضة 9000 جنيه والدورة خفرة 9500 جنيه وفول السوق 18000 جنيه ليه كانت اسعار ضمان ومزيد اسعار ضمان تمام وان شاء الله بازن هذا وقت الحصاد هنه هتم استلام المهازين المحاصيل من السعر المزرعين بسعر السوق اه في وقت الحصاد ابو صدام حكاية الرز الرز المهتمل بشكل خاص والرز طبعا انا عايز اقول له سعادتك ان احنا عندنا في مصر تعديدا عشان الناس كلها اللي بتسمعنا اكتفاء ذاتي من الرز وعندنا فايد السنة دي يصل يمكن اه الارقام ما حصلتش قبل كده احنا عندنا 500 الف فدان زيادة عن السنة اللي فاتت وده مش برضى وزارة الزراعة ولا وزارة الرأي لان وزارة الرأي وزارة الزراعة كانوا حددوا مليون 75 الف فدان تمام فالحين لما الرز غلي السنة اللي فاتت زادوا المساح النهاردة وصلت لمليون 600 الف فدان فاحنا متوقعين انتاجية عالية جدا عن السنة اللي فاتت الرز انا بشرت الناس قبل كده وبقول لهم الرز هيوصل الطن الشعير ل 9000 جنيه تمام يعني اعلى رزة هيبه من 15 ل 20 جنيه في السوق بعد 15 يوم من تاريخ ما تقولش الكلام في برنامج انا بكلم انا بكلم هو هتحمل المسؤولية انا اللي متحمل المسؤولة انت طرع علي اوه شهد علينا وانا طرع علي انا بقول ده على الهواء على الهواء ليه بقى لان احنا عندنا رز مستورد في الهند في السوق عندنا فيه تجار كانوا مستغلين الوضع ومحتكرين الرز طلعوا دلوقتي عشان انتاج جديدها يكتر عندنا مساحة زي ده 500 الف فدان مشكلة الرز بقى مش في السعر الفلاح هو اللي بيجر على زراعة الرز عشان سعره عالي جدا فلما بتزيد المساحة السعر حتى لو نزل في الرز لتسع تلاف جنيه رز الشعير الفلاح بيكسب بكسب كبيرة جدا انه الرز ما بيقعدش 120-150 يوم تكاليفه بسيطة الرز محصول صيفي بينفسه القط وبتنفسه الدرة فيعتبره اعلى اقتصاد لذلك احنا بنحدد مساحات الهرز عشان المية مش عشان حاجة لان الرز متهم انه بياخد الفدان 7000 متر مكعب من المية احنا كنا في مجلس وتعزيز مشاركة الفلاحين في الشعن العام يعني في مجلس الشباب المصري اول تنبارح وفتحنا موضوع القرز ده كل الدنيا دلوقتي كانت بتكلم على اساس الهند منعت تصدير الرز وحنا يبقى عندنا مشكلة انا بقول للناس كلها احنا ما عندناش اي مشكلة في الرز السنة دي وما عندناش مشكلة في القمح حتى نهاية العام لان احنا دلوقتي عندنا مخزون من القمح يكفينا حوالي 8 تشو لا احيب للقمح على جنب دي اه فانا بتكلم على الدكتور عالي بتكلم على الانتاجية بتاع الرز الانتاجية بتاع الرز دلوقتي انا بقول مباشرة وبس ما فيش سعر تحدد للرز وبتكلم احنا حطينا سعر انا بقول له علىه انت ما فيش سعر للرز السعر للرز انا ما شقين في الكلام احنا نهارده يوم 10 اغسطس سعر الرز في السوق عارفيني الناس كويس جدا مصبوط وعنى عارفيني كويس جدا الناس مش هاليين اه 16 يوم اعلى كيلو رز يبقى 20 جنيه يا جماعة يا اعداد يا معايا اللي معايا يا مشاهدين اشهدوا علينا النهارده 10 احنا عندنا حلقة استاذ وائل يوم 14 انعشنا يوم الخميس وحلقة عفوا يوم 24 وحلقة يوم 25 ابو صدام حيبة معانا على الهوى وحنجيب سعر الرز سيادتك هو سيادتك الرز في سجل في سجل يا سيد ايمان ايوة عشان ما دي سؤالي بعيدا عن التسجيل هو الرز ليه ما يدخلش في سعر الضمان فرأي كم زارع اقول لي سعادتك كم زارع انت معا ولا ضد هو سعر الرز عالي بالفعل وبعدين الفلاحين ايه اللي بتيجر على زرعة الرز لا انت مش السنادي يدخل ولا بيدخلش لا يدخل اقولك ليه يعني انتهم كم زارع مع دا ولا ضد انا كمزارع انا منتج ومستهلك يعني انا ممكن ما زرعش الرز واجه يجيب لي ما زرعش الرز من حقه ياخد رز في السعر المعاول واجه بحر بيزرع رز من حقه يبيع بسعر فيه عام شرب فالزراعة التعقودية دي مفيدة للطرفين انت لا تزود عن الطبيعي ولا الفلاح يخسر فده مطلوب في كل الزراعات واتمنى يبقى الملف بتاع الزراعة التعقودية دي يمسكوا حد من وزارة الزراعة ووزارة التموين ووزارة الرأي مع بعض بلاجنا تحدد الدنيا اللي احنا عايزينه زي بقى لدكتور علي احنا عايزين ايه نزرع اللي حطوله سعر كويس الفلاح يجري عليه لان الفلاح مهموش هيزرع الفلاح يهمو العهد الاقتصادي عامل ايه مزبوط دكتور علي اتفاضل دلوقتي احنا تكلمنا على المسابة فيه سبع محاصيل تعاقدية بسعر ضمان بشكل مباشر وزارة الزراعة مع الوزارات المختصة الاخرى هل هناك قريبا حديث عن اضافة محاصيل اخرى في الوقت القريب لهذه المحاصيل زي سعر ضمان ولا الامر لسه مطول زي اللي زخ الطماطم او فول او رزة او عدس او اللي يبتس سعلك بقى في البيوت انا بسهر طمعا سيادركم جميعا ان فيه طمعا لاجنة للأسعار وتحته برقاسة دولة رئيس مجلس الوزاراء تمام وتضم السيادة وزاراء المعنيين ذات العلاق وزارة الزراعة وزارة التمعين وزارة المالية وزارات ذات العلاقة بحيث اما نحدد نعمل يعني زراعة تعقودية للمحاصيل او كلنا كل هزي الوزرات متابعة فيها ومشاركة فيها ومنحدد اصعار بحيث تكون موجزية برضك تكون كل الوزرات مشاركة فيها كنت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزي ما قلت سيادتك فيه توجه وإحنا بدأنا يعني لسه بدئين حديثة بموضوع الزراعة التعاقدية فإن شاء الله يبقى يعني نموذج حياة للسادة المزرعين كل الزراعات تبقى تعاقدية وكل الزراعات لإنه بتدمن لهم في البداية يعني تسويق المحاصيل والنحية الثانية بتدمن لهم أسعار مجزية وبالتالي دخول بتحسن دخولهم وبالتالي تحسن مستوى معاشتهم وده يعني الهدف الرئيسي بتاع يعني الحكومة المصرية وبشكل عام وزارة الزراعة بشكل خاص إن احنا نهتمي بالسادة المزرعين ونحافظ على الأسعار المحاصيل لهم ونحسن دخولهم ونحاول نحافظ في نفس التوقيت أيضا نوفر السلع للسادة المواطنين بجودة عالية وبسعر المناسب لإن الزراعة التعاقدية بتخفض الحلقات الوسيطة فإنما نخفض الحلقات الوسيطة بخفض الهوامش ولكده بتذهب إلى بعض الوسطاء وبإنهم ما بيضيفش خدمة للسلعة إجابة دبلوماسية بامتياز أنا بها عايزة أقول كده دبلوماسية بامتياز أنا بسأل السؤال محدد تمام في الأسابيع الجاية والأشهر الجاية رفعته إيه لللجنة العليا اللي برئاسة رئيسة الوزراء هل في نية لسلع أخرى آسف لمنحاصيل أخرى ولا لا ما نقول سيادتك يعني حسنات الزراعة التعاقدية عنا عارفين تمام يعني لازم يبقى فيه خلل في وزارة الزراعة بتكلم على البصل السنادي أنت بطالب إيه لومندول يا ربا أنا بتكلم فيه يومندول يعني يومندول عشان إحنا نفاصل سلم البصل إيه هوت والطماطم إيه تمام يبقى فيه خطة زراعية معروفة مسبقا يعني أنا أنا مش عايز الإجابة الدبلوماسية من الدكتور علي ده أنا عايز حاجة أنا مش صعب قرار مش عايز يستبقى اللجنة إحنا دلوقتي البصل السنادي غالي السنة الجاية إين تنويين بتعملوا إيه الفلاح لما البصل بيغلق السنة الجاية بيروح مؤدي الأرض كلها بصل فبيرخص فبيخسر الفلاحين كماش الطماطم السنة دي غالية هتحصل بوصل الناس كلها جيرت على الطماطم استراحة إيه طمع البصل السنة اللي فاتت كان بيباع الكيلو في الغد بجنيه النهاردة وصل سعر خيالي ليه؟ لأن وزارة الزراعة ما قالتش للفلاح عايز أتقول إيه عايز خريطة يعني في التركيبة المحصولية اللي موجودة خريطة صنفية الناس تقول ده المينيا زرعت ديه سواج زرعت ديه الملاخة يبا صنعته ايه يبا فيه خريطة واضحة أنا عايز أعرف وزارة الزراعة دلوقتي أنا فلاح أنت تقول أزرع إمتى وأزرع إيه المينيا تزرع زيها دور الزراعية بس بطريقة حتى غير مباشرة لأن احنا بنتكلم دلوقتي احنا بنزرع عشواه اللي عايز يزرع طباطم يزرع اللي عايز يزرع الفصول يزرع في سعر محدد حتى زرع هو ده مرة السعر يرفع أنت كنت سنة اللي فاتت كنا نقول للطباطم مجنون النهاردة البصل مجنون والطباطم مجنون والطوب مجنون كله بقى نجن ليه طيب مفيش خطة واضحة طيب علي الكلمة لك هوضح لحضراتك في هذا الموضوع طبعا أن احنا في وزارة الزراعة عندنا خطة واضحة وعندنا استراتيجية للتنمازة وعال مستدامة حتى عشرين ثلاثين ومقسمنا خطتين خمساتين يا دكتور عالي بعد ديش زكرة الاسكلات خلي كم سنة فين الخطة الواضحة طبعا انت اقول لدولا هتنزر عباسة للسنة اللي الجاة قدقيه ولا زرعين هل هيقول تمام ولا السنة اللي فاتت تكون زرعين قدقيه ممكن لبشارك بعاجك وإيه سأصابرهم جميل فزبالت حضراتك سيادتك احنا فيه طبعا خطة وفيه رؤية وشغالين من خلال يعني تخطيط استراتيجي مفيش حاجة اسمها عشوائية كده تمام استنى بس احنا سيادتك يعني شفت الخطة الاستراتيجية بتاعت وزارة الزراعة اللي احنا عاملينها حتى عشرين ثلاثين دكتور انا عايز سؤال بحضة استنى بس احنا نزر عباسة للسنة الجاة هرد على حضرتك بس حيجاوب على سؤال نقطة التالية بقى بتاعت اتهم وزارة الزراعة بسبب التفاق اصعار ومصحة وحاجات زي كده حدش تهم حد على فكرة لا ما فيه مشكلة في الفترة الاخيرة بس على هزي المائدة لم يتهم احد احد لا لم يتهم بس عاوز اوضح بس عاوز اوضح انا عاوز بس اوضح نقطة ان اه في الفترة الاخيرة نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية والاحداثة العالمية كلها كده والسلع او المحصوات الزرعية القابل للتخزين بقى يتم فيها تلاعب من التجار كمان يعني اي سلعة قابلة للتخزين احنا ن شوفها القرز خواص بعد المزارعين ما باعوا باسعار اوه منخفضة اه التجار لمه المحصول غدا هما يحتكروه ارفعوا الاسعار والشاجات كده خواص جينا دخلنا على البصل بيرتك عشان سلعة قابلة للتخزين ly التخزين بقى تب في هذا الموضوع فيحنا بس يعني بنحاول ان احنا نوعى السادة المزارعين انه هم يعني ايه. محتوى فعلش. اه. والجامعة نخلق له مصلحة. بالزابطة صح. ايه المصلحة اللي هاخد المزالة من زالة البصل. اه. غير ان هو يعرف سعره. مسبخا سعر الضمان. ويلتزم بتوليده الى الجهة الرسمية. بعد ازاك دكتور ده. انا بس في حاجة عايز اقول لها لدكتور علي. انا دلوقتي انا انا احنا كلنا في مركب واحد. انا عايز انت تبقى مبسوط. وعايزك انت فوق شواش النخل. وانت عايز ان يبقى مبسوط. والمواطن يبقى ياخد عاجة كويسة. والفلاح ما يخسرش. مفيش حاجة احنا. احنا بنعرف بعض. انت بتكلم على كلام. انت لازم تقوله. انت راجل موظف. بس انا بكلمك على الواقع اللي احنا عايزينه. ايوة. انا بنبلغ المسهولين بتوع وزارة الزراعة بنقول لك حضرتك دلوقتي او. يا جماعة انا كفلاح ميهمنيش غير ان انا اخد سعر كويس. قولي ازرعين وانا زرعين انت عايزوك. بس ما يحصلش الضروب. النهاردة تبتكلم على السلعة اللي قبل التخزين. بيحصل فيها مشاكل. ايه الطماطم مش قبل للتخزين. ايه المشاكل. ليه حصل. المشكلة في الطماطم. عندك ارتفاع درجات الحرارة اثرت على العروة اللي موجودة. طيب احنا عندنا صواب زراعية. عندنا لو احنا عندنا لجنة تنبو. انت حضرتك اخدوا فيها في وزارة التموين. اه. ومعانا. ليه ما بنقولش يا يا جماعة الحرارة هترتفع. قاتوا اصناف معينة بضروا الزراعة. اخروا الزراعة. الكلام ده كله. ده احنا في دولة بتتعب وتشقى وجهد كبير جدا عشان نبه دولة زراعية. مش عايزة تضيع المجهود الكبير اللي بتعمله الدولة. في شوية ملح في الاخر. حاجة بسيطة جدا. هو الارتفاع في الاسعار الضغط في كل الدنيا. بس الناس بيتلوم دولاتي. انا اكلم مين? ما لا لازم اكلم وزارة الزراعة. ابو صدر. طبعا. دكتور ايو هرجع لك السؤال محدد. طبعا. هو طبعا احنا بنعمل توعية للموضوع التغاطر المناخية انك بشبه يومي بنوعى السادة المزارعين بان فيه درجات الحرارة مرتفعة الفترة القادمة وتعاملوا معها بالوسائل المعينة بحيس ان الخفض يعني التأثيرات المختلفة درجات الحرارة مرتفعة على الانتاجية بتاعت المحاصيل وادم في موسم الشتاء وايضا بنوجه السادة المزارعين ونقدم لهم توصيات يعني شبه يومية بن واسبوعية يعني يعني مبكرة لمدة اسبوع ومستقبلي بنحنا نوجيههم خلي بالكوا الاسبوع الجاية هتبقى الظروف الجوية شكلها كذا وزي نتعامل معها وحاجات زي كده. تماما. وطبعا احنا بن في الفترة الاخيرة بنحاول ننتج الاصناف اللي هي عالية الانتاجية واللي هي مقامة لاجهات الحرارة وبنتوسع فيها وتوسع في تعميمها. ويعني على سبيل المسال برضك يعني كنا محصول الامح آآ عام الفين واربعتاشر كنا التقاوي اللي هي كانت معتمدة كان بتمسل حوالي خمسة وتتين في المية. احنا هذا العام وصلنا سبعين في المية اللي هو العام للمنتجه ده. والحمد الله الموسم الجديد موفرين تقاوي تكفي مية في المية من المحصول آآ تقاوي معتمدة وتتحمل التغيرات المناخية وتتحمل جهاد الماء وعالية الانتاجية والحاجات دي كلها. فده فيما تعلق بطلعية السادة المزرعين في آآ فيما تعلق بالتغيرات المناخية والتفاعلات الحرارة. فيما تعلق بقى بالخريطة او حاجات ازادية احنا بنعمل في وزارة الزراعة كل عام. حاجة اسمها التركيب المحصولي آآ التأشيري. بنآآ بنحط آآ ايه المحاصيل اللي احنا مستهدفين زراحها للموسم آآ القادم. قبل ما اعاد الزراعة بوقت كافه ايضا. ومن خلال هذا التركيب المحصولي التأشيري. بنواجه آآ السادة المزرعين من خلال السياسات السعرية ومن خلال المحفزات آآ المختلفة. بحيث يتم التوسع في زراعة هذه المحاصيل. هو طبعا زي ما ابو صدام قال ان مثلا محصول الطماطم ده طبعا محصول صليع التالف وآآ درجات الحرار بتأثر عليه. وعندنا فواصل العروات. ودية معروفة بتبقى كل سنة في هزي التوقيطات. بيعني ما بتستمرش. وطبعا البقى الطماطم لها بدائل. يعني انا فيه عندنا الصلصة. كنت سادتك بتتكلمين شوية. ايوة ما الصلصة موجودة. الصلصة موجودة على مداره العام. احنا بس عندنا نمط استهلاكي. اه. لازم استهلك طماطم تزيجة كل يوم. فانا عاوزين يعني بردك من يعني نوع السادة المشاهدين. انما الاسعار الطماطم تزيجة ترتفع. ممكن استخدام الصلصة الصلصة معجون الطماطم. اللي هي البلاء المختلفة. على بس الفترة بتاعت الاتفاع الاسعار ديات ما تنتهي. وهي غالبا بتبقى زبعين ثلاثة كل فترة. وفي نهاية كل دي موسم يعني. وبتعدي. الحمد الله. ابو صدام. اه. احنا دلوقتي بنتكلم دايما في اي قرار او اي تحليل. في حاجة باسمها المدى القصير المدى المتوسط المدى اللي يعني. مزبوط. وفي الزراعة مواسم. بنترجموا الكلام اللي بتاع النس اللي بتعقدها. حضرتك خلال عام. ويضمن اكتر من موسم زراعي دي وقت. من النهاردة هو من الصيف من اغسطس. انتو كم زلعين? ايه مطالبكو في موضوع ايه السلع ايه المحاصيل عفوا. اللي انتو شايفين انه يجب الاستعجال حتى لو تغيرت كل سنة. انا في انتو من نظريتك ان كل سنة تدرس. مزبوط. حاجة الاسواق وقدرة على الانتاج. السنة اللي جاية دي. اللي احنا فيها من بكرة. ايه المحاصيل اللي حضرتك بترغب وبتتمنى ان وزارة الصراع مع اللجنة العليا بالأس سيد الاس وزارة تعمل لها سعر ضمان. تمام. السبع الموجودين او التسع مع البنجر والاسواق. انا اجاب على السؤال ساعتك بس انا قبل بقول انا عايزة تمن كل الناس اللي بتسمعنا عشان الموضوع مش اه مش اسود جوي. لكن احنا ماشيين على خطة اه حكومية يعني على المدى الطويل مصر تبقى افضل دولة زراعية في المنطقة. اذن الله. اه مساحات كبيرة جدا بتصلح مشاريع قومية عملاقة. لكن بيتكلم على الوضع على المدى القصير بتحصل فيه في فصل الارواد بالذات ارتفاعات والخفضات. تمام. وبالتالي الناس بتهن وبتسرق. انت قلت حضرتك ايه المحاصيل? اول حاجة زي ما ذكرت حضرتك في الاول احنا عندي انا بنستور الثمانية وتشعين في المية من الزيوت بتاعتنا. نزبوط. فنهتم بالمحاصيل الزيتية رقم واحد. تمام. اول محصول منهم محصول القطن. محصول القطن ده اهم المحاصيل في مصر. وسيد الرئيس عم فتاح السيسي اكتر من مرة يوجه بعودة القطن للمكانته الطبيعية. النهاردة احنا. انت تزراع على الاول. اه. احنا دلوقتي زرعين السنة دي اقل من السنة اللي فاتت بتمانين الف فدان يا الظيابي. عايز تلفع سعر القطن. كده القطن لازم ينهتم به ايه وليازم يبقى فيه سعر يشجع الف العين. السنة زرعين. ايه? بزرعته مش مسعارة. مش مسعارة. المزر اه اسعارها. انا بتكلم على حاجة يا دكتور دولاتي. السنة زرعين متين اربعة وخمسين الف فدان. السنة اللي فاتت كانوا تلتمية وتلاتين الف فدان. يعني فيه نقص. مع ان المفروض نزيد. ليه? يستلزم ايه? يزيد وضع سعر ضمان مشجع. السعر للتوضع خمس سلاف وخمسمائة دي. على اساس ان هو سعر كويس برضو بس هو ما يشجعش. لان عندي الوطن ده محصول صيفي. طب الرز اعلى منه وانا اروح ازارع رز. حتى اللي ابو المخالفة. ازان واحد عشان دلوقتي بيه. تمام. انت عايز دلوقتي زيادة سعر الضمان لما اللي بحصول القط. الفول بلدي. طب انت قلت زيوتور كأتي في كلامة. بزرة القطن بل فيها ايه? بزرة القطن احنا بنقصر البزرة وناخر من السعارة. احنا بنسعر القطن. احنا بنسعر القطن كلها مع الماشر الجنتات كله. محالك بقى بتاخد طفصل. اه بتاخد طفصل. يعني ده هيشجع بزرة القطن. اه نفس الموضوع اه نفس. اه نفس. اه 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 ايه ده اول مطلق. اللي بعد. الحصول اللي بعد. الفول البلدي. احنا عندنا عاجز في الفول البلدي بنزرحش غير. بنستوريته. اه مية وعشرين الف فدان بنستور التمالين في المية من احتاجاتها من فول البلدي. لازم يتحط في. في. عندنا العادس. العادس ده محصول مهم جدا بروتين الغلابة. مزبوط. ما بينزرحش ليه عشان برضو سعره ساعات بيتدنى ساعات بيرفع فيه تزبزق في. الرز صاحبك بقى. الرز ده ليه يطلب عند الحكوم. قل. لازم الرز ده ما نخافش من زراعته عشان المية. لان احنا قبل كده حددنا المساحة قدينا فترة بمليون خمسة وسبعين الف فدان والمية ما زادتش. فانا الرز ده المناطق المنخفضة القريبة من بحر. والمناطق المنخفضة اللي في الفيوم في الوقت الجديد اللي بتزرع. مما يجوا فيها لازم بتزرع رز. ولان الناس ديها تسا بتزرعش رز بتزرع برسيم. احنا لو لا البرسيم ولا الرز. فده الموضوع ده. اذا انت الوقتي تلت سلع او اربعة. العدس. والفول البلدي. والفول البلدي والرز. تمام. يعني ده يعتبر اهم المحاصيل اللي فيها. ان هو خلال سنة يعني ده من بكرة لغاية ان شاء الله. نزبط الموضوع فيه. ده احنا نزبطنا اربعة محاصيل في سنة ده احنا اعمل تمثال لوزير الزراعة في مدار التحريق. ان شاء الله حالقول لازم. دكتور علي اه لو ليك تعليق بس هل ليه سؤال تاني بقى. اه تمام. كل ده بنتكلم على الزراعة. مظبوط. فين بقى الدواجن? فين اللحوم? فين السمك? في الموضوع. هل فيه اصلا سعر ضمان لأي حاجة من دول في مصر? تمام. هو طبعا اه زي ما ساتك عارف ان اه موضوع الدواجن وموضوع السر. انا واخد تعرفكم. ايش دعوة? مظبوط حقا. تمام. تمام. هو طبعا اه زي ما ساتك عارف ان اه موضوع الدواجن والسر الحيوانية دولت يعني المحدد الرئيسي لهم الا الاعلاف. وطبعا اه كان اه في مشكلة في يعني في دخول الاعلاف الى البلاد الفترة الماضية يعني. لكن اه توجيهات طبعا فخامة الرئيس. وطح الرقا بقى دولة في اسم مجلس الزراع ومع الوزير الزراع الصلاح الاراضي بالتنسيق مع البنك المركز وزارة المالية. مه. فتم توفير النجد الاجنابي لدخول الاعلاف الى جمهورية مصر عربية. وابتداء من شهر اه ستاشر اكتوبر اه الفين اتنين وعشرين. مه. حتى الان. مه. تم اه السماح بدخول حوالي سبع مليون طن اه من الاعلاف. حوالي خمسة مليون طن زر صفراء. وحوالي اتنين من مليون اه فول صوية. مه. اه بيكمع اكتر يعني حوالي تاتة و تاتة من عشرة مليار دولار. احنا فبالبداية بنوفرنا مستزمات الانتاج بتاع الاعلاف اللي هي الدواجن المكون الرئيسي. التكريفة بتاعته بتتمسل حوالي سبعين في المية متكريفة انتاج الاعلاف. وده لاحظنا في الفترة الاخيرة انخفاض في اسعار الدواجن. واسعار البيض. تمام. اسعار الدواجن نشوف كانت يعني وصل تكتر من تسعين جنيه للكيلو جرام الحية. دلوقتي احب دتكلم في سبعين جنيه وتحت سبعين جنيه. سعين. البيض كانت خطت مية وتتاتين جيه. احنا الوقت بتتكلم في مية وخمسة ومية وعشرة. فالحمد الله يعني احنا بيهمنا في البداية ان يبقى فيه استقرار في اه في الاسعار. وفيه يعني اه عشان يعني السادة المزرعين والمرب الدواجن ومنتج الدواجن ما يتقصلوش. وايضا السادة للمواطنين يلقوا السعر السلعة بسعر جيد. صحيح. طبعا موضوع للسلعة الحيوانية سيطر احنا بنشجع الا اه. لأ انا مش دعب التشجيع. اه تمام. انا دو حاجة ام اتنين. مركز زراعات تعقدية. تمام. حقات التعريف. كويس تمام. يتطبق يتشال. لأ احنا مطبقين زي ما قلت السلعة. فين بقى فيه هل انا لم اعرفش. تمام. هل حصل ان فيه سعر ضمان لانتاج حيواني او الانتاج داجيني او سمكي في تاريخ مصر. جاري احنا زي ما قلت سياتك. احنا محتاجينه بزي ما قلت سياتك بدقين تدريجي. احنا بدقين تدريج المزارع ما كانش عرف زراعة تعقدية. وما كانش بتعامل مع زراعة تعقدية خالص. تمام. فانا اما ادخله في بداية في المحاصيل الاستراتيجية. ويعرف يعني ايه زراعة تعقدية واهميتها ليه وبتحافظ على استقرار داخله. تمام. وسبب تسويط تسويق منتجاته. هتخش بقية السلع تبايعا. ممش حد يبتدي مرة. حيواني والزراعة مش والمزارع بالزبط. ده حد الثاني. ايوه منتج الزراعة بشكل عايب. سواء كان. طبعا. هل في نية. ايوه طبعا. نطمن الناس. طبعا. هل في نية حضرت. انتاج الزراعة اتحطعت اشواط مهمة فيها. مزبوط. منتكلم في زيادات. تمام. محاصيل اضافات. نضيف محاصيل اضافية. نضيف. لكن الموضوع الاصلي جاب نتيجة. تمام. طب. هل اللحوم. والاسماك. والانتاج الده والداجيني. في نية ودراسة. انهم يدخلوا ضمن اسعار الضمان للمنتجين سواء من زرعين صغيرين او منتجين كبار. عشان السوق. لو سمع الاخبار دي. هيبقى فيه ايه يعني. انا ممكن. طبعا. حديث الكلمة الاخرية انا عرب من خلص. اه. طبعا. دي كلها سيارتك مستهدفات. وخطة مستقبلية لوزاعة الزراعة. ان احنا نعمل زراعة التعقيدية. على جميع انشطة الانتاج الزراعي. سواء ان انت كانت اجنباتي او حيواني او سمكي او داجيني. فده مستهدفات. وزا بل سيارتك احنا حاطين استراتيجية حتى عشرين تلاتين. نعم عشرين تلاتين. لأ. 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 احنا بل سيارتك بلقين تدليجي. انا عارف. في المحصيل الاستراتيجية. انا بقول لسيادتك او بقيم التدليجي. في محصيل استراتيجية وجاء لي اتباعا ان شاء الله نتلسع في باية هزي السلع ونضفها للزراعات التعقدية انشاط على بازل. بس احنا كنهبنا في البداية نوفر له مسلزمات الانتاج. بس ما كانتش متوفر. من الاخير للمزرعين. اقول لسعاد كان بالنسبة لهم بس يعني كلمة سريعة. لا لا. احنا ما بنزرعش لحمة كده. يعني يا رغم ان زراعة احنا بنزرع مستلزمات العلف. يعني احنا عشان نعمل زراعة عقدية. مع الضرع كان انا بأعمل زراعة عقدية مع اللحم. برخص اللحم عن طريق لان زراعة الدواجن سبعين في المية منها عالف. تمام. صحيح. تم تقلط ف Analysis. خمسين في Elizabeth من زراعة اللحوم في عالف. تمام. فهنا عشان انا اهتم بالزراعات العلفية. وعمل لها للزراعة تعقدية اهتم باللحوم. احنا عجز بس في اللحوم الحامرة حواليا اربعين في المية بنستوردهم وده مش عايب عندنا ان احنا دولة جافة ما نقدرش يعني وعندنا اكتفاء ذاته من الدولة المربي الكلمة اللي انا عايز اقولها للكل المصريين والناس احنا في افضل عصر زراعي في مصر على رغب كل المشاكل ده والاسعار اللي انتوا شايفين دي احنا اقل دولة في العالم اسعار وافضل ناس دولة حتى الفلاعين اللي بيسمعوني انا طبعا بتكلم على اساس ان انا عايز افضل لكن الوضع الحالي ووضع ممتاز نتمنى ان احنا نزود جهودنا شوية في بعض النقاط اللي كانت تشوبوا الموضوع او تسويهم يعني احنا دولة نمشيين بسرعة الساروخ في القطاع الزراعي احنا بنصلح اربعة مليون فدان طبطين طرع تطوير مصانع عسمية مراكز تجميع البيع وضع اسعار مناسبة كل الحاجات دي حاجات ممتازة بس بقولك شوية الملح اللي في الاخر دول نتمنى كل المسؤولين اللي في وزارة الزراعة وزارة الري وزارة البيع كل الوزارات ومجتمعين مع الاتحادات والنقابات يزهرون لنا الحاجات دي عشان برضو الفلاح اللي بيسمعنا والمواطن عايز النهاردة قبل بكرة بقولك الطماطم عايزها في الصبح طينا عاصل طب انا بقولك انا عايزها السنة الجاية مش النهاردة ما يحصلش فيها الجنون اللي بيحصل لو تعاوننا مع بعض وحددنا المساحات اللي احنا عايزينها والاصناف والاوقات مش هيحصل اي مشكلة ممتاز لتلمحضاك عايز اقول حاجة لو طبعا سيادتك قلت والحاجة بصدام قال احنا بنقيد رأي الحاجة بصدام ان احنا طبعا زبا هو قال ان قطاع الزراعة خطوات متسارعة وعمل انجازات كبيرة جدا ولما قطاع الزراعة في الفترة الاخيرة يعني كنا شفنا مجاعات وانحنا شفنا العالم والازمات اللي اتأثر بيها وشفنا الدول المتقدمة ومش لقين ازازة زيت ومش لقين اي سلعة زراعية والاصعار بشكلة على مستوى العالم احنا داخل جمهورية مصر العربية نتيجة الاهتمام باقطاع الزراعة والتنمية الزراعية الحمد لله لم نجد اي عجز في اي سلعة وارتفاع الاصعار ده ظاهرة عالمية ونحاول ان شاء الله ان احنا نتغلب عليها عن طريق زيادة الانتاج وعن طريق السياسات اللي احنا بتتبعها وعن طريق توفير السلعة للسلعة الموطنين في اللنافذ السابتة والمتنقلة والحاجات ده كلها وان شاء الله يعني المزارع على رأس اولوياتنا وعلى رأس اهتماماتنا ويهمنا في الآخر ان احنا نحس مستوى داخل المزارع ونوفر السلع بشكل كويس وجيد واسعار مناسبة للصدر المواطنين جميعا يعني باذن الله تعالى انا في نهاية الحلقة دي عزيزي المشاهدين عندي الناتجتين تيجى الاولى وصدام جنبه يوم 24 اغسطس هنجيبه على التليفون في الحلقة بتاعة رزر 25 جميعا ان شاء الله نعشنا 25 جميعا وقده الجمعة نشترى الخميسة جمعة نشوف سعر الرز كامت 24 جنيه الرز لا بيتقاه افضل رز بس خلاص اهدك سمعته هو هو الرجل مسؤول عن كلام وده نقيم الفلعين في مصر وكمان في طلب منه عشان نكمل المشهد ودكتور علي افادنا افادة جبيرة جدا النهاردة هو بيطلب ان في خلال سنة على اكثر القطن يزداد سعره في سعر الضمان الفول البلد يدخل العتس يدخل الرز يدخل مظبوط؟ تمام احنا كده خير ختام ويعني احنا باشكر حضراتكم والله شكرا جزيلا جدا دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية وزارة الزرافة حقيقة استفادنا جدا جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيد النقيب نقيب عام الفلاحين ابو صدام احنا سيد حسان عبد الرحمن بشكورك شكرا جزيلا شكرا جزيلا ومستمين لكم 25 عاتلي فول هو بالفعل هو بالفعل رز بنزل احجب لك الكيس رز عاية باسعارها بالفاتورة بإذن الله شكرا جزيلا بخلص حلقتنا النهاردة بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا انا نلتقي بيكم في حلقة جديدة بكرا شهود